موسيقى 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 بعشرة لاعبين من الدقيقة العاشرة بيراميدز بأداء بطولي يهزم الزمالك ويصعد لنهاء كأس مصر النهاردة بيراميدز عمل مباراة كبيرة أمام الزمالك في نصف النهائي هدف في مربعه في أول 6 دقائق وطرد بعد 10 دقائق وأمام فريق كبير زي الزمالك كان من المنطقي بعدها أنه يخسر المباراة لكن بيراميدز قدر يتعادل وياخد المباراة للوقت الإضافي ويفوز بضربات الترجيح كل لعب بيراميدز اليوم تقلقه خصوصا بلاتاتوري ومحمد حمدي واحمد الشناوي واحمد فتحي في المقابل ألف علامة استفهام على أداء الزمالك جهاز فني ولا عبين كل الظروف كانت مهيئة للفوز لكن التفريد جيه بطريقة غريبة جدا كان فيه مسؤولين كتير النهاردة عن هزيمة الزمالك بس زيزو قرر طواعية يشارك في الجزء الأكبر من المسؤولية بأغرب ضرب الترجيح في تاريخه يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم ألف مبروك للبيرامدز السعود اليوم لنهاء كأس مصر بعد فوزه بالضربات الترجيح على الزمالك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي واحد واحد بدايةً كده تحية لبيرامدز تحية للجهاز الفني البيرامدز بقيادة باتشيكو العمل مباراة تكتيكية النهاردة رائعة جدا لعيب بيرامدز النهاردة عملوا ملحمة بطولية وأكلمكم بصراحة بصراحة شديدة من ساعة مقص سنة دي بيرامدز أنا ما شفتش النجاعة والرجولة والإصرار اللي كان موجود النهاردة يعني بيرامدز منذ نشأته وهو فريق كبير كبير بنجومه كبير بالأجهزة الفنية اللي بتبقى موجودة في الفريق ففريق كبير فريق حتى كبير في المنافسة ولو من بعيد مع الأهل والزمالك على رقب الدوري أو البطولات بس كان دايماً بيرامدز نقص الحتة اللي هي بتاعة الضغط الجمهور تعرف لما الجمهور بيضغط عليك بتموت نفسك وبتقطع نفسك في الملع وبتاكل النجيلة كان دايماً غايبة على لعيب بيرامدز الحتة دي غايبة النهاردة لأ إصرار مش طبيعي رجولة مش طبيعية عشر لعيبة بتلعب بعشر لعيبة من الدقيقة عشرة من الدقيقة عشرة بتلعب عشر لعيبة حتى الدقيقة مية وعشرين يعني انت بتتكلم تقريباً في حوالي مية وعشرين دقيقة لو حطيت الوقت الضيع في الأربع أشواط مية وعشرين دقيقة بيرامدز بيلعب قدام بهدف وبعشر لعيبة قدام مين؟ قدام نادي الزمالك يعني كمان مش منافس سهل فالموضوع كان من حيث المبدأ كده كلنا بصراحة كلنا أول ما اضطرد علي جبر قلنا يا خلصت المباراة خلصت احنا بس مستنيين الزمالك هيزود أهدافه ولا هيكتفي بالهدف ده لا توقعنا ان بيرامدز بعد الديقة العشرة يقدم أداء أفضل من الزمالك تحديدا في وسط الملعب ولا توقعنا ان بيرامدز يقدر يسجل هدف تعادل ولا توقعنا ان بيرامدز هيقدر يصمد بدنيا في الوقت الإضافي ولا توقعنا ان أحمد مصطفى زيزو اللاعب المميز في ضربات الترجيح يضيع أول ضرب الترجيح للزمالك بهذه الطريقة طيب قبل ما اروح لزيزو وتحدث تفصيلا عن زيزو نبدأها واحدة واحدة هي مشكلة الزمالك فين وهتكلم تاني عن بيرامدز أنا عايزة أتكلم عن بيرامدز كتير النهارة لازم ياخد هو حقه الأكبر من انتقاد ما فعله الزمالك اليوم ولكن جوز هالدو فريرة اللغز اللي عملهن إيه هو السنة اللي فاتت لو فيه جزء أكبر من فوز الزمالك بالبطولات السنة اللي فاتت فالجزء الأكبر ده لصالح جوز هالدو فريرة مدير فني جاي وعنده إيقاف قيد في فرئته عنده إصابات في فرئته وعنده لعبين مهمين بيمشوا من فرئته أعمدة أساسية الظروف دي ما تخليش أبداً أي حد ينجح نجاح نجاح باهر نجاح منقطع النظير كلنا أشدنا بشوز هالدو فريرة وما زلت شخصياً مقتنع إنه مدرب كبير ورائع ما يا صديق يعني إيه مرحلة الهبوط في المستوى ده ما تخلكش أبداً من الشرق للغرب يعني مينفعش تقول إيه نجاح تقول له فريرة مكسب كبير للكرة المصرية وفجأة فجأة تقول عليه لا ده مدرب ضعيف ولازم يمشي لأ مينفعش بس ينفع تقول إيه إنه يا فريرة يا مدرب يا كبير ليك طريقة رائعة لقبت بيها الموسم الماضي ونجح بيها نادي الزمالك بعناصر كسكواد كقائمة أقل من قائمة الموسم الحالي يعني أنت لوقتي عندك إضافات كمان عن اللعبين اللي كما بلعبوا الموسم الماضي أضفت لعبين ونفسياً ومعنوياً الأمور بقت أفضل التداخل حامل لقب البطولة الدوري وكاس وأداء وكل حاجة ممتعة السؤال واللغز اللي محير الجميع محللين وإعلاميين وطبعاً جماهير ليه منصر تغير كل شوية في طرق اللعب في نادي الزمالك طريقة المميزة اللي لقبت بيها الموسم الماضي 3-4-3 اللي كانت صعبة على أي منافس ليه قررت تغيرها لغز لغز يعني أنا بحاول أدي حلول أو بلاش حلول أدي مبررات لللي بيعمله فريرة بصراحة مفيش طيب ده فريرة اللي عنده وجهة نظر فنية مختلفة عننا جميعاً أنا عادةً ممكن أشوف وجهة نظر فنية من وجهة نظر يعني ويجي المدرب يعمل غيرها فالمدرب هو الصح أنا كده كان غلط ده ينطبق علينا جميعاً المدرب هو الصح بس هو يبقى صح إمتى لو التغيير ده أتى بسماره شوفنا نجاحات يعني النهاردة على سبيل المثال معظمنا انطقت فكرة ان باتشيكو طلع عبدالله السعيد بعد الترد علي جبر وقلنا كان ممكن يطلع فخر لقاي جي في الآخر باتشيكو أثبت انه هو كان صاحب الرأي الصحيح شكراً هو اللي بيبقى شايف هو اللي عنده رؤية ونمشي وراء مع النجاح طيب لو انت طريقتك ديت ما ودتناش لنجاح يبقى انت خدت كارات خاطئة وجهة النظر التانية هي الصح أنا في رأيه انه الزمالك مش في أزمة عشان بس في ناس طبعاً مع الهزيمة تبدأ تبالغ وتهد المعبد أنا قلت الكلام ده على الزمالك وقلت على الأهل قبل كده وقلت على منتخب مصر أنا متضد فكرة انه لما تتعصر بعض الشيء اللي تيجي عليك فترة تعصر تهد المعبد لا ما تهدش بس بسرعة عد الأوضاعك يعني الزمالك ما خرجش أبداً من المنافسة علاقة بالدوري ما هو لسه في الصورة جداً جداً يعني حتى مع مباراة الأهل بغض النظر أنت كده هيبضل الزمالك ينافس فالزمالك ما طلعش بره المنافسة ما بعيدش الزمالك لسه عنده بطولة أفريقيا لسه ما بعيدش خسر صحيح الوصول نهاية كاس مصر أو البطولة نفسها بس هي مجرد بطولة لشي مفهود بعدها يتهد المعبد سب سرعة جزفالته فريرة لازم يعد الأوضاع لازم يعد الأفكار ده فريرة على جنب حطه بقى على جنب رأيي إن المشكلة الأكبر مش عند فريرة رأيي المشكلة الأكبر عند لعبي نادي الزمالك بصراحة يعني أنا بستنى منزيزه وإمام عشور تحديدا أداء الحد الأدنى فيه تمانية من عشر هما عادة بيلعبوا تسعة من عشر وممكن عشر من عشر كمان بس الحد الأدنى دايما بتعزيزه وإمام عشور ما ينزلوش عن تمانية سبعة من عشر النهاردة لا مش كويسين مدافعي نادي الزمالك يعني حسابهم مجيد رائع جدا فيه الضربات السابتة الهجومية النادي الزمالك من أحسن أحسن المدافعين اللي بيعرفوا يحولوا كرات السابتة لأهداف بس في الدفاع هو محمد عبدالغاني لا مش أحسن حاجة ما عملوش أحسن أداء مش المطش ده بس المطشاط اللي فاتت اللغباطة دايما اللي بتحصل في اليمين والشمال مين يلعب على اليمين وعلى الشمال باك رايت وباك ليفت نص الملعب عملي سيسي لسه ما دخلش في الأجواء دونجا رغم مقيمته أهميته بس لسه ما بقاش جاهز ما في الماء لسه محتاج كذا مباراة عشان يبقى مهم أو يعني مؤثر بصراحة وأنا عارف أنه دايما دي بيسموها الخطوط الحمرة عند جمعين النادي الزمالك بس أنا هاوصل له شيكبالة كبير أوي تحديها لن بينزل الشروط التاني يعني النهارده غير مباراة مقفلة وشايف شيكبالة نازل قلت الدنيا هتتغير الزمالك يبقى أفضل هجوم ميا مش برضو بتكلم عن المباراة دي بس المباراة كان مباراة أخيرة كده شيكبالة ما بينزل ما بيقصرش لا شيكبالة العادي بتاعه أنه يقصر وتحدثنا الموسم الماضي أن شيكبالة كان له دور رائع جدا في الدقائق اللي لعبها في الملعب أو حتى خارج الملعب بس ده دور شيكبالة ده دور القائد دلوقتي يزبط الفرقة دي يزبط يزبط اللاعبين العقلية والأفكار والحماس ينزل ويبقى مؤثر بتمريراته وتصيباته وأداءه الرائع ما شفتش شيكبالة عمل كده النهارده ده ده الملعب اللي خارج الملعب بقى دي حكاية تانية خالص اللاعبين اللي مكنوش مركزين الفترة اللي فاتت وحصلوا عقوباية واستبعدات وخلافه ما هو ده أثر على الزمالك النهارده مش بحب أخش في المنطقة ديت مش عشان حاجة بس عشان الراجل بحب أتكلم في الكورة في الملعب بس ده أثر على الملعب اللي عملوه أثر على الملعب غياب لعيبة مهمة النهارده في نادي الزمالك أثر أثر كتير وبصراحة بقى ويلا بينا نقولها من القلب يعني هوا جماعة العقلية بتاعت محمد عبد الشافي واحمد فتحي دي خلصت خلاص عندنا في الكورة خلصت ما بقتش موجودة دول خلاص آخر الجيل المحترمين بتكلم على الأجيال المحترمين يعني في العقلية عمرو شفت عبد الشافي ده عمل أزمة عمل مشكلة جي قال لك والله لأ ده أنا لعب كبير وخبراته واسم كبير وأسطوري وكلام ده كله في منتخم مصر ما ينفعش يبقى رقم 3 في مرجل الزغير الأيصر في الزمالك جي لما احتجوه مثلا النادي الزمالك يلعب قال لا أنا خلاص أنا مش قادر بدنيا مش كويس أحمد فتحي جاي من من غياب طويل جدا وعنده 38 سنة بلعب النهاردة 120 دقيقة مع 9 لعبين جنبه مش عشرة قال مثلا لا أنا مش هقدر قال مثلا أنا مش هبقى جاهز قال أصلا أنا ما شاركتش بقالي كتير في المباريات فمش هتلاقوني جاهز نوعيات مختلفة تماما وبصراح دول بقى اللي تقال عليهم نجوم الشباك دول اللي تقال عليهم أساطير دول اللي تقال عليهم أسماء كبيرة وعظيمة مش الأبطال اللي من ورق أبطال السوشيال ميديا إيه الحق ده نجم الكرة المصرية ده أحسن من لعيب اللي بيالعب في ريال مدريد ده أحسن من محمد صلاح ده أحسن من مش عارف مين في برشورونا ده شفت الكبري شفت الشوطة شفت مش عارف مين الجامد ومين الحرق أي كلام نجوم بتتصنع وأبطال بتتصنع من ورق لكن دول أبطال حقيقين أنا هاديدك نموذج النموذج النهاردة من الزمالك اللي خسر المباراة محمد عبدالشايف في الوقت اللي لعبه كان كل لمسة وكل عرضية مؤسرة ولها كيمتها أحمد فتحي أداء دفاعي ده إحنا اللعب عندنا اللي عنده عشرين سنة لما بيغيب أربع مباريات ويجي يلعب الخمسة ما تلاقوش كويس يقولك أسلو مفتقد حسية المباريات ومحتاج كم مباراة عشان يخش في الجيم ومفتقد اللي ياقة الزهنية أنت عارفين الكلام ده اللي ياقة الزهنية واللي ياقة البدنية وأي كلام بيتميلي مع بعضه عشرين سنة ولا واحدة عشرين سنة طبعاة عشرين سنة جاي منازل بيأكل النجيلة عقليات مختلفة البرامدز النهاردة الناحة تانية يعني آه قبل ما نروح للبرامدز أحمد مصطفى زيزو فيش اتنين يختلفوا أن هو أفضل لعب في مصر مفيش مفيش يعني حتى لو أنت مشجع لأي نادي هتقول لها إيه لو مش هتتحب أنه هو أحسن لعب في مصر عشان أنت بس إيه مش عايزه يبقى أحسن لعب في مصر في السنة اللي فاتت كلها حتى السنة دي هو أكتر لعب مؤثر مع نادي الزمالك سبب التهديف أو بصناعة الأهداف يعني فيش اتنين هيختلفوا لأحمد مصطفى زيزو أنا معرفش لحد هذه اللحظة إيه اللي جيه في دماغ أحمد مصطفى زيزو وداخل يشوت ضربة الترجيح الأولى ويشوتها بالطريقة دي مش قادر أجمع ليه تفرقيتك بص بص ضربة الترجيح الأول وتعالي نتكلم عنها بص فعش دي بطيقة وضعيفة وصعبة وفي وقت انت في رئي ومعليش يعني مش هايزة كاريني يعني بس ما هو زيزو دين زدان لما عملها في كاس العالم 2006 زيزو دين زدان يعني آه هتقول لي أصلي كانت مباراة برضو مضغوطة واه واه زيزو دين زدان زيزو انت في رئيتك مضغوطة مش بس من المباراة دي من المباراة اللي فائت كلها المباراة دي انت مضغوط فيها جدا عشان انت مفوط كنت تكسبها في الوقت الأصلي اللعيبة كلها عليها انتقادات من الجماهير ومعهم المديل الفني انت اللي كنت دايما على جنب ما حدش بيتكلم عنك وحش انت جامد وطول الوقت ثابت واحنا هنا حتى بنقول من أكتر اللعيبة اللي بتحافظ على سبات مستوها هو أحمد مصطفى زيزو بصراحة غلطة كبيرة منه ليه؟ عشان لولة ضربة الترجيح دي احنا بعد المباراة كنا هنحمل ناس كتيرا مسؤولية هنحمل في ليرة شوية بعض اللعبين بس برضو مكنش هنيجي محمد مصطفى زيزو انت قررت طوعية قررت طوعية تاخد جزء من المسؤولية جزء كبير من المسؤولية خسارة النهاردة بدون داعي طب بالمناسبة وانا لي بأتكلم النهاردة على ضربة ترجيح احنا المصطفى زيزو ما بأتكلمش على ضربة ترجيح الشكبالة اللي ضيعها ما شكبالة ضيع وزيزو ضيع شكبالة ضيع بالطريقة الطبيعية بتاعت إضاعة ضربات الترجيح اللي هو التوفيق يعني ما تقدرش أنا لوم أي لعب بيضايق ضربة ترجيح ما تقدرش تلومه ليه؟ هاي أعظم لعبة في الكون ضيقه ضربة ترجيح كريستيانو وميسي وروبيرت باجيو وكل اللاعبين اللي ييجوا في بالك ضيقه ضربة ترجيح ما فيهاش ما لقاش مقاييس بس شطع بالطريقة الطبيعية خلاص هو شطع خد اختار زاوية الحارس رح مع أحمد الشناوي فصدها خلاص خلص تمشي لكن دي فيها مش عايزة أقول برضو حاجة تبقى جارحة اللي يزيزه مع المستوى العظيم اللي بيقدمه الموسم ده والموسم اللي فات بس فيها عدم إدراق للموقف دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك ما فيهاش إدراق واضح فعلا أنت عايزة أنا لو مكانه؟ لأ أنا أخش أرزعها أرزعها كده أرزع الكورة وهي ونصبها ولجت في العرضة شناو صدها بس ساعتها الجمهور برضو مش هيلوم يعني أقول لك حاجة حتى هذه اللحظة ضربة التاريح اللي ضيعها زيزه قدام منتخب السنغال مع منتخب مصر ما عادي ضايق وصلاح ضايق مش عادي إنه ضاعت طبعا نحن حالوقتي متعبانين من الخسارة دي بس ما هوشتها خلاص حظه ما هي لعبة حظ حظه ضاعت لكن دي يتلام عليها بصراحة يتلام عليها ومقدرش أقول إنها جاي من لعب صغير دا لعب خبرات كبيرة ولعب فعلا بقى شايل مسؤولية نادي الزمالك هو اسمي كبير يعبوص أعزوك حاجة لو بنقول الكلمتين دول نجيش نقول إيه لها جماعة بقى صلاح عارفين المبارغات أحنا مصطفى إزيزه بقى محتاجي إليها شوية أحنا مصطفى إزيزه لها لازم يمشي من الزمالك أحنا مصطفى إزيزه لها لازم يمشي من الزمالك بدون يعني لا نكبرها ولا برضو إن إحنا نقلل منها ببساطة نروح للبرامدز فيه لعب في برامدز اسمه بلاتاتوري من بوكي نفسه لعب ده جه يناير الماضي دي نادي برامدز فري 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 يعني إيه أنا ما كانش مرتبط بنادي فالبرامدز يدوك يدلو عادو وخلاص العين بقى اللي اختارت بلاتاتوري البرامدز دي ليها تسقيفة كبيرة جدا انت شاطر جدا انت ممتاز ياريت كل اللي في مصر لما ييجوا يختاروا لعيب أجانب يختاروا بالطريقة دي ياريت كل اللي بيجي يختار يختار بالطريقة دي ده مدهش يا جماعة ده لعيب ستة عصري لعيب ستة من اللي بنشوفهم في أوروبا اللي هو بيعرفي قطع الكرات بيعرفين اللعب في كرات قصيرة بيعرفي يعمل كرات طولية بيعرفي ياخد السكنبول بيعرف يتحط في الأماكن أو يدي حلول لزميله عشان يمرروا ليه بيعمل كل حاجة في وسط الملعب كل حاجة كل حاجة بدرجة متفوقة يعني كل حاجة من الحاجات اللي قلتها دي ياخد فيها على الأقل تمانية من عشر ده بلاد التورية أحمد فاتح اتكلمت عنه كتير نهارده أداء مش طبيعي محمد حمدي كمان النهارده عمل مباراة كبيرة في الجانب الأيسر كظاهير الأيسر مباراة رائعة جدا أحمد الشناوي هو ده اللي احنا مستنيينه من أحمد الشناوي أنا في رأيي من أكتر المواهب في حراسة المرمى في تاريخ مصر اللي أسروا في حق نفسهم كل مدربين حراس المرمى اسألهم كده وسألناهم هنا في برنامجنا وفي كل البرامج مين أكتر موهبة في حراسة المرمى في مصر هيقول لك كموهبة موهبة فترية يعني في حراسة المرمى أحمد الشناوي بس هو مؤثر في حق نفسه مؤثر عمل مباراة النهارده ده فيه واحدة شالها في ديئة 119 مستحيلة مستحيلة في ضربات الترجيح رائع هو حارس رائع بس يركز شوية يركز شوية خسرين احنا في منتخب مصر حارس زي أحمد الشناوي صحيح عندنا محمد الشناوي بقى الحراس بس ليه لقى أحمد الشناوي مايرجعش يفوق ويبقى داعم لحراسة مرمى منتخب مصر بقى اللي عمين كلهم كانوا هايلي رمضان صبح النهارده عمل مباراة كبيرة جد عبدالله السعيد هو خارج النهارده خارج زعلان بعد طرد علي جبر وخرج على طول على قدة خلع الملابس ومرجعش تاني على الدك زعلان لو ما كان هنا هزعل هزعل بس كنت هرجع هرجع قاعد ان شاء الله حتى الشوز التاني خلاص قرار مدرب ويزروف مباراة ما أنا بدأ بيك أصلا يعني لو عندي مشكلة معك لو أنا كمدرب عندي مشكلة مع عبدالله سي مكنش هبدأ بيك أصلا بس أنا خلاص بقى عندي مدافع الطرد هنزل مكانه مدافع فلازم أسحب واحد من خط الأمامي فأسحب مين أسحب عبدالله السعيد ولا فاخر لقاي ممكن فاخر لقاي يبقى لي أدوار هجومية عبدالله السعيد الوركريت أو الجاري بتاعه ممكن ما يبقاش كتير عشان الأمور البدنية بالنسبة له تبقى جيدة فنسحب عبدالله السعيد خلاص غزبا عني كمدرب وبصراحة ألوم السنة على عبدالله سعيده النزال أوش بس الموقف برضو ما يخليش لعب يخرج مبسوط نصف نايا كاسماص بترى قدام ميزة الزمالك في ديال عشرة أنا كابتن الفريق ماشي يعني في حاجات وبصراحة برضو عشاني بقى أمين يعني في ميزة عبقرية في عبدالله السعيد عبدالله السعيد لا هو عمل أزمة ولا مشكلة ولا هاجم حد قبل كده في الإعلام ولا عمل ولا شوح ولا مشي بهدوء تام فورده يحسب له ده يحسب له عموما ألف مبروك لبيرامدز الفوز اليوم وصعود لنهائي كأس مصر هردلك لنادي الزمالك الزمالك عندهم مواجهة قوي جدا يوم السبت القادم مع النادي الآلي فيه الدوري الممتاز أعتقد أنه محتاج الفرقة تتلم بسرعة مدرب ولعبين يلموا بعضهم بسرعة عشان المواجهة مستهلة لو قسر الزمالك هذي المواجهة لا لا يبعد بالصدارة ولو فاز نادي الزمالك هيقدر الزمالك يفوق مرة أخرى ده بقى في إيد اللاعبين وفي إيد الجهاز الفني هلسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل أشرفني وينوارني الكابتن الكبير كابتن حسين ياسر المحمدي مجمنادي الزمالك الأسبق خليكم معنا يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينوارني في هذه الفقرة واحد من أهم المواهب والنجوم الحريفة في تاريخ الكرة المصرية اللاعبة عارفت الحضيفة اللهمة بقى عملة ندرة في الكرة المصرية عادة تتذكره دائما بكل خير تتذكر لمساته العظيم بكل خير سواء مع النادي الأهلي أو مع نادي الزمالك في أي مكان كان متواجد فيه كان له تأثير رائع جدا الآن حتى مع فريق الشباب كمدير فني الفريق الشباب نادي الزمالك يقدم أداء رائع جدا بشهادة الجميع في قطاعات النشئين منذ لحظات كمان أعلن أنه مدربا في الجهاز الفني لنادي الزمالك الأول مع جوزولتو فريرة الكبير كابتن حسين ياسر المحمدي كابتن حسين مشرف ومنور شكر جدا يا كريم ومبسوط أنا معاك النهاردة آه يعني أنا مبسوط جدا أكتر منك بكتير ومبسوط كمان من الخبر اللي إحنا سمعناه وإحنا داخلين على طول يا ربي خير إن شاء الله واتبقى حاجة جديدة إن شاء الله في الكرير بتاعي واتمنى كون أنا أدل مسؤولية للناس اللي كلها ورانا ومسندنا وبعد الخروج النهاردة من الكاس طبعا كان محبط شوية بالنسبة لنا مفاجأة ولا كان في كلام عنه من فترة والله يعني بالنسبة لي مفاجأة النهاردة مفاجأة يعني في التوقيت دوات مفاجأة بالنسبة لي لكن أنا الحمد لله أنا عارف إن أنا طالما دخلت مجال تدريبه وفي النادي الزمالك بيتي يعتبر والحمد لله من السنة اللي فاتت للسنة دي شفت كتير في النادي وعرفت كل الوقت ده كنت محتاجه محتاجه عشان أكون جاهز في الوقت ده فأنا الحمد لله جاهز إن أنا أقدر أتمنى إن شاء الله في أي وقت نادي الزمالك طبعا محتاجني محتاج أي حد من أبناء وبالناس بتساني تبقى عارفة بتعمل إيه وقدر النهاية تقود المسؤولية دي عظيم الفترة اللي فاتت كان فيه أي تواصل بينك من جوزفلت وفريرة بمناسبة حصل على فترات مختلفة لأن أنا طبعا عندي بمدي الفريل الأول بعناصر كتير دايما طول الموسم السنة اللي فاتت أو السنة دي من بدايتها وكان تواصل طبعا مع كابتن وثامر به لما كان موجود وبيجي طبعا عندي كل يوم ممكن أربع أو خمس لعبين من التمرين متواصل مع الفريل الأول فكان دايما بيقى فيه أعداد بسيطة بس معظمها كانت مع كابتن وثامر لكن برضو مع فريرة تكلمنا كتير على علاقة بالشخصية من فترة من زمان طبعا أيام كنا في البرتغال وكنت بالعب في البرتغال وفي نفس الوقت ما كان موجود في السد قطري وكلام ده كله فالفترة اللي فاتت دي أعتقد أن احنا قريبين من بعد جدا لأنه زي ما قلت الفريل الأول بيعتمي برضو عن عناصر كتير بذات السنة اللي فاتت ما كانش عندنا قيد في النادي وكان أعتقد الناشئين عملوا دور مش عايز أقول ناشئين فيه ملعبة مفروض تلعب من فترة في الدرجة الأولى شالوا النادي السنة اللي فاتوا الحمد للحقابة بطولة معهم طيب عند دلوقتي تستلم مهمتك فيه ظروف أنا كنت رسا بقول في المقدمة النهاردة أنا ما قدرش أقول إن الزمالك في أزمة ممكن تبقى النتائج متعسرة في الفترة الأخيرة ولكن ما نقدرش نقول أزمة ونكبر الموضوع بس هي ظروف صعبة نتائج متعسرة في الدوري النهاردة خروج من كأس مصر الظروف دي كانت ظروف مثالية بالنسبة لك إنك تبقى موجود دلوقتي في الجهاز الفاني أنا دايماً بحب التحدي أنا جيت فريق 2003 كمان كان في ظروف مش كويسة صحية والشغل هنا بيبان أكتر لما بيكون في وقت إن انت مش كويس فيه النهاردة لما بتيجي في وقت كويس إيه الجديد اللي انت ممكن تقدمه صحية الأفضل انت تيجي في وقت مش كويس لأنه هو دايماً التغيير بيحصل في الوقت اللي مش كويس صحية ما هو لو الدنيا مش كويس وتمام مش هتلاقي فيه تغيير كتير مظلوط فلما بيقى فيه شوية خلل بيحصل في النتائج وكلام ده كله المدير الفني دايما بيقى مسؤول عن النتائج وكلام ده كله وعن إدارة كل حاجة حواليه فبيبقى فيه دايماً لازم تريجر جديد ولازم روح جديدة تدخل ودم جديد يدخل للفرق سوى على مستوى العيبة أو سوى مستوى الجهاز الفني وكلام ده كله فأنا مبسوط من التحدي دوت وعارف إن إحنا عندي لسه وقت إن إحنا نشتغل وعندنا نشوف أتمنى طبعاً إن أنا أكون سند للجهاز الموجود كابتن إسماعيل يوسف طبعاً موجود كمان من فترة قليلة جداً مع الجهاز دوت ولسه قاعد بيشوف الدنيا مش إزاي أمير مرتضى طبعاً موجود وبيحاول أنه دايماً يجيب أفضل الصفاقات للنادي المستشار موفر كل حاجة للعيبة ومعندناش ما فيش أزمة في ناجة زمالك النتائج بس هي اللي شوية من ساعة مباراة أسوان يعني إحنا نهينا للسنة في الغاية يناير الغاية ديسمبر متصدرين صحيح فرقت معاك ماتشين ثلاثة وده اللي بيحصل دلوقتي وارد إن إنت ماتش واحد يخليك الخامس السادس وماتش واحد يطلعك التاني لأن الفروقات قليلة جداً بالضبط كيف فإحنا مباراة أسوان من ساعة مباراة أسوان داخلية تحاد والنهارده أربع مباراة واربعد مش دا المستوى بتاع ناجة زمالك اللي إحنا عارفين أنا مش عايز أكلمك خالص طبعاً على الجهاز الفني اللي إنت بقيت واحد منه دلوقتي خلاص فما هي مش من الصحيح إن إحنا نتحدث عن الجهاز الفني وإنت عضوه فيه ولكن على مستوى اللعبين النهارده كمينة ناجة زمالك حاسة أنه لعيب ناجة زمالك كان ممكن يقدمه أفضل لعيب ناجة زمالك كان فيه مش عايز أقول تقصير بس كان فيه حاجة ممكن تتعيب الأفضل من اللي حصل النهارده خاصة أن أنت كنت بتاعي بفريق بيلعب عشرة لعبين من الديع العشرة تقريباً دي حقيقة النهارده إحنا مقدناش كلعيبة بقى خلين نتكلم اللعيبة مقدتش المطلوب منها ده حصل بشكل واضح مع كل الناس كل الجمهور ناجة زمالك كل اللعيبة شافت أكيد الجازة فأني كمان كلنا مسؤولين كل بقى مسؤول في الهزيمة وفي النتاج المش كويسة قد نقول إن احنا كلنا مش مسؤولين هتلاقي بقى كمان الكلام بيبقى كتير سواء بالنسبة لاختيارات الناس اللي بدأت الناس اللي قاعدت الناس اللي نزلت السيستم اللي بنلعب به الفترة اللي فاتت السيستم إزاي كنا بنلعب والناس شايفة إن كانت بنلعب وإحنا بنلعب بتلاتة وراء أفضل من إحنا بنلعب أربعة دلوقتي وراء كل واحد ليه وجهتنظره بالرغم إن انت ممكن تشتغل بالخطة دي وتنجح لكن إحنا دلوقتي بالمستوى دوت لو لعبنا بأي شكل أي سيستم كان طالما مفيش روح ومفيش أداء جيد من نسبة اللعيبة في ناس مش عايزة يعني هاجم الناس وقول إن هي مش عايزة تقدي لأ في ناس تعبت يعني واحد زي زيزو لعب كتير 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 وده أحد مفاتيح النادي عندنا برضو راجل أرهق وتعب فبتلاقيه برضو الثلاثة أربعة منتشاط اللي فاته مش هو اللي إحنا متعودين نشوفه ده مش معناه تقصير منه لأ أكيد برضو إنه هو محتاج ممكن يكون راحة سلبية شوية محتاج الأمور المعنوية والمنثاليتي دي برضو اللي هي دور كبير في إن انت تكمل الموسم لحل موسم في الموسم التاني ومنتخب وواوا فضغط كبير على اللعيبة فإحنا بنحاول بقدر إمكان إن إحنا نساعد بقى اللعيبة إنها تطلع من الحالة دي للأفضل هو ده دور الجهاز الفن طبعا اللي بقى موجود مع أي وبعدين إحنا بنتكلم عن دي زمالك نادي كبير تعاطش بطولات دايما الجمهور عايز بطولات على طول فإنت لما بتدخل حتى مجموعة جديدة وجايب عناصر جديدة لسه لفرقة في الانتقالات ولا كذا فيه ناس بتاخد وقت إنها تتأكل مع الفرقة فيه ناس بتاخد وقت أقل حسب فإنت بتحاول تشكل وتوصل لأفضل أفضل مرحلة إن أنت ممكن تخلي الفريق في أسرع وقت متجانس مع بعض عظيم طيب فمبراط اليوم عايز أقالك تحديدا وإنت راجل حريف ضربة الترجيح بتاعت زيزو أنا كنت بتحدث عنها في الأول إنه زيزو ما فيش اتنين يختلفوا عليه في مصر أفضل لعب في مصر يعني مش هي ضربة الترجيح دي اللي هنقول بعد كده بس ضربة الترجيح حيانا اللعب المهاري أو الحريف أو اللي عنده حاجات في دماغه إنه يقدر يعمل كل حاجة تخونه تخونه دماغه أو تخونه في هذه اللحظة هل كان وقت مناسب نعملها بالطريقة دي بس هو الكورة دايما وفي الملعب دي بتعملها وقرارات قرارات دي اللي أنت النهاردة لو دخلت كان يبقى هدف جميل طالما ضعت يبقى خلاص كده أنت كل الناس تقولك إيه لأن إحنا شوفنا ضربات جزاء كتير بتنفذ بالطريقة دي ونجحت وكان ممكن هو شوتها جمد وتضرب في العرضة وتخرج وكان ممكن زي ما شيكابالا شط في الآخر وصدها الشناوي فأنا يعني إيه إحنا ممكن نقول إن ممكن إحنا بنتفرق كده نقول إيه ما كانش الريت مومنت إن أنت تعمل ضربة الجزاء بالشكل ده مش القرار الصحي مش إن إنت مثلا إنه هو عنده هو داخل عايز يسجل وعايز بس إيه ممكن نقول إيه في وقت إذا ده في لحظة إذا دي كدربة أولى إن أنا ماخدش ريسك فيها صحيح ماخدش ريسك فهنا القرار اللي أنا أممكن إيه الديسيجن اللي هو عاملوا دوت إنه هو إلعابها بالطريقة دي لأن دي فيها ريسك كبير كمان فالنهار ده يزيزو القرار اللي عاملوا في البداية أنا شايف ممكن وإنا قاعد برّة بتفرج على التليفزيون غير ما أنا قاعد في الملعب صحيح لأن القرار دي في الملعب إنت تلعب ممكن هو غير رأيه في آخر اللحظة أو داخل هو عارف يعمل كذا وبعدين هو الرجل بيجيب ضربة الجزاء من أكتر اللعيبة اللي جاب ضربة الجزاء المزول الموسم اللي فاته اللي قابله كنا بدون إنه أحسن هو واحد من أحسن العباء اللي في أفريقيا كمان بالزبط كده فالنهار ده أفضل اللعيبة بالضياء فمش عايزين نحاسب زيزو نقول إن زيزو هو النهار ده المسؤول عن الضربة الأولى دي هي اللي ضاعتها السبب لأ فالنهار ده ممكن أقول إن المومنت اللي لعب فيها أو اللحظة اللي لعب فيها بالطريقة دي كبداية ضربة الدربة الأولى ما كانش موفق فيها إنه هو ياخد القرار ده و تلعبها لكن هي في النهاية برضو ضربات الجزاء يعني ضربات حظ أنا أقول نتكلم عن الشكل اللي إحنا لعبنا به في البداية إن بيراميس كان عنده و في نفس الوقت اضطرد اللاعب بدري صحيح للناس اللي تفرج على كورة و بتحب الكورة غير نحن بلاش فنيين حتى الناس كلها والجمهور عارف إن انت بتلعب بلعب ناقص واحد و إن انت توصل للضيئة 120 معاه بنفسك و كان ممكن وسجل عليك وهو ناقص و في نفس الوقت كان ممكن يسجل تاني و إنت فرصك قليلة هنا بقى بنتكلم في الحاجات دي إيه نقطة الضعفة اللي كانت عندنا أو إيه الخلل اللي كان عندنا فإن شاء الله نتمنى إن احنا الفترة اللي جاية دي نتغادع عن كل دوت الفترة الماضية الناس نتحدث عن ناقص في تشكيلة نادي الزمالك تحديدا بصراحة يعني في خط الرجوم المهاجم قال صريح في ناس برد تحدث عن جناح إن الزمالك محتاجه أنا أتحدث هنا بقى مع مدرب فريق الشباب و ليس المدرب في الجهاز المعاون لفريرة مدرب فريق الشباب الزمالك اللي فاتت فجئنا إنه عنده شباب رؤعين يوسف أسامة لما طلع سيد عبدالله لما طلع سيد كافر لما طلع كل اللعبين الشباب قدموا مستوى رأى جدا وكانوا أعمدة أساسية في فوز الزمالك بالدوري الموسم الماضي ليش كطاع الشباب في نادي الزمالك أو كطاع النشئين في نادي الزمالك ما يمدش كمان بين عناصر اللي لسه فيها مشاكل في تشكيلة نادي الزمالك أو في قوام نادي الزمالك طبعا هو قرر ده بيبقى رجال مدير فن هو شاف اللعيبة وقف على مستوى من كلهم لكن تدعيم الفريق بصفقات عندها خبرات طبعا المفروض أنت بيجيب لعيبة من الدور الممتاز دي عندها خبرات أكبر النهار ده اللعيبة اللي عندي مثلا فيه ثلاثة هم من أفضل فرق فعلا في النادي كقطاع وفي نفس الوقت في مصر مش بدون مبلغة معايا ممكن ست سبع لعيبة كمان منتخب مصر إن شاء الله في البطولة اللي جاي همثلوا منتخب لكن الفرص بتاعتهم قلالة للعبة لأن فوق فيه لعيبة كتير في المراكز بتاعتهم عندنا في نصف ملعب لعبة كتير أنا عندي لعبة نصف ملعب كويسة ممكن لسا نفات لعبة سواء طاري علاء أو مجد هاني لما شاركوا مع الفريق عندي في الخطوط الهجومية ناس لسا ما عندهاش طبعا المقدرة أن هي تلعب على الناس اللي موجودة فوق فهو هنا بتبقى محتاج الوقت بس عشان يشاركوا وإنت لو الظروف بتساعدك في النتائج زي ما حصلها السنة اللي فاتت نقدر نحن ندي الناس والسنة اللي فاتت كان فيه ظروف إن انت غزبنا عنك لازم تخلي الناس تشارك لكن السنة دي قد تفتح فاجبنا عناصر جديدة وجبنا صفقات جديدة هي اللي هتاخد فرصة تلعب لو الزمالك لما يوفق في ضم مهاجم جديد في يناير إحنا محتاجين مهاجم بدون شك محتاجين مهاجم على مستوى نادي الزمالك نادي كبير محتاج مهاجم على مستوى عندنا مشكلة في النحية التهديفية في أعلن بينة واضحة جدا ده ما يقابش طبعا بالعيبة اللي موجودة كلهم على مستوى عالي وكلام ده كله لكن فيه ناس لسه زي سامسون لما جيه ونداي وكلام ده فيه إصابات فيه لسه ناس زي ما قلت بتاخد وقت عشان تدخل مع الفريق بشكل فانت معندك شوقات تستنى انت بتلعب دايما على منافسة محتاج تلعب النهاردة الشهر الجاي عندك بطولة إفريقيا هتلعب تلعب تراجي وهتلعب شابه بلسداد وهتلعب المريخ السوداني طبعا فمعندك شوقت ان انت تجرب ناشئين معندك شوقت ان انت إصابات دي كلها عندنا فترة جادة فيها 13 لعب مصاب عندك مباراة في منتهى الصعوبة أمام النادي الأهلي يوم السبت الجاي فيها الدولي المتسعوبتها جاي منه طبعا المنافس النادي الأهلي والظروف اللي فيها نادي الزمالك النتائج المتأخرة في الفترة الأخيرة انت بقى وانت موجود جوا الجايز الفني الفرقة محتاجة ايه الفترة القليلة دي قبل يوم السبت عشان تلحق تلم نفسها محتاجين ان احنا ننسى مباراة النهاردة خلاص دي كانت في الماضي صفحة اتقفلت نركز من بكرة يعني من بكرة لما نسحى إن شاء الله معنوية ان احنا نشتغل على ثلاثة ان شاء الله واربعة وخميس وجمعة والسبتم برانة واللعيبة طبعا متعودة لكده وعندنا نفس عندها خبرات المفروض ان هي مرت بأزمات ومرت بفترات مش كوي سواوى وبعدين لو هنبص في الناحيتين يعني الفرقتين عندهم مشاكل كتير الاهلي عنده اصابات كتير نفس الوقت عنده مباراة راح منه ونقاط كتير فالمستوى متقارمة بنا صحيح يعني الفترة دي الاهلي والزمالك اللي هما طبعا قد باي كورا مصرية واللي بنفسه دايما لأفريقيا ومسرين مصر الكبار في برة على مستوى أفريقيا كمان وعلى مستوى العالم الفترة دي ما فيش فرقات كبيرة مش شايفين اي حاجة النهار ده رماني جنيتكلم عمراتنا مع الاهلي والزمالك صعب التكاهل من اللي ممكن يفوز لان المستوى قريب قوي المستوى قريب جدا اللي هيكون معناويا جاهز وعنده رغبة كبيرة ان هو يقدر ان هو يستمر في الدوري من بدايته كده ما يضيعش نقاط كتير هيبع عنده فرصة كبيرة ان هو يفوز بالدوري لكن احنا بنشوف ان الفرقتين كمان ضعوا نقاط كتير سواء اهلي او الزمالك ضيع نقاط كتير في الفترة اللي فاتت دي في كل الامبراطي اللي فاتت وفي فرق غيرهم كمان عندك فيوتشر وعندك بيرامد برضو ضعوا نقاط كتير انهم كان ممكن يوصلوا لمراحل المقدمة حتى في الاهلي والزمالك فبتلاقي ان كل الفرق في الوقت اللي هي المهمة ما ممكن توصل فيه بتفقي النقاط كتير فحاجات غريبة بتشوفها في الدوري من مستوى اللعيبة نفسه وفي التزابز بالمستوى ما فيش حد بيستمر على 120 ديال النهاردة ممكن يؤثر بدانيا على الزمالك انا ما اعتقدش حصل تغيير عندنا وقت ريكوفري كويس قوي اللعيبة كلها جاهزة بدانيا الحمد لله ما فيش اي مشاكل ما فيش اي اصابات عندنا ان احنا ان شاء الله نلم الفرقة الفترة اللي جاي بالمناسبة لم الفرقة طبعا جزال دفريلا له دور كبير امير مرتضى له دور كبير الكابتن اسماعيل يوسف له دور كبير بس انا عارف كمان انت علاقتك باللعيبة علاقة كبيرة جدا سواء كنت لعب او كنت مدرب باللعاقة حمد لله كانت زمالك الفترة القليلة اللي فاتت ديت فيه شوية لغبطة من الخارج يعني شوية مش الحاجات اللي انا مش عايز اتكلم فيها كتير محتاج تقعد تتكلم مع لعبين وتشتغل معهم عمتا اللعيب لازم محتاج تتكلم مع لعيبة محتاجة انت تتعامل نفسيا كويس او محتاجين ديت محتاجين النهاردة انت عندك اللعيبة بعد المباراة دي اكيد نفسيا كلهم يعني داون كله نفسيا فانت محتاج ان انت من بكرة تبدأ تاني تشتغل على الناحية النفسية دي لانه اللعيب مش هتغير فانية من 3-4 تيام هي الناحية العقلية والنفسية بالنسبة لللاعب مهمة جدا ان احنا نقدر نشتغل عليها دي فيها ريكوفر كبير بنسبة 70-80% من هنا مباراة الاهلي عشان ينزل فريش تاني وقادر ان هو ينسى المباراة دي ويكمل فالحاجات دي التفاوت دوت زي ما قلت اللعيبة بقى كمان هنا مختلفة اللي عنده خبرات اكبر للعيبة اللي اصغر سنا اللي ضغوطات المباراة ورا بعد كتير وبعد كده ندخل الشهر الجاي في مباراة اكتر كمان كذا سواء دوري او سواء بطولة افريقيا فعندنا حاجات كتير فانت لو مش جاهز وانا قلت دايما للعيبة بقى اتكلم معهم ان لعيب الكرة دايما تحت سرس وتحت ضغط واللعب البروفيشنال هو اختار الكريدة لي فلازم يقابل التحديات دي والصعبات دي وبعدين ما فيش حد بيستمر على طول يبقى كويس دي صعبة جدا فعشان نوصل لمرحلة دي محتاجة جهدي كبير اول وبرده الموهبة ملاش دعوة يعني الموهبة مش كفية كموهبة لوحديها مش هتبقى كفية احنا مشوفناش في الفترة الاخيرة 15 سنة الفاتوة للميسي ورونالد هما اللي بنفسوا بعض على 13 سنة مظهوط فعشان كده هما كانوا دايما في القمة لكن احنا بنلاقي معظم لعيبة العالم بتقيمة الشبهة صحيح فهنا بيفرق بقى اللعيبة اللي عندها الامكانات وعايزة توصل اكتر لحاجات اعلى قدوا الجهاز الفني الجديد بنادي الزمالك حابب تقول الجميل نادي الزمالك دلوقتي تطمنهم اقول لهم طبعا لسه بدري وقول لهم هارد لك المبارات النهاردة ودي حال الكرة مكسب وخصارة وبطولات جاية كتير وبطولات راحت وخدنا الحمد لله الدور السنة اللي فاتت واللي قابليه والكاس والكلام ده كله ونادي الزمالك كويس مفيش اي مشاكل فيه بيتمر الفرق بيتمر ساعات بمراحل زي دي لكن احنا قادرين نطلع منها اللي احنا لسه بدري وعندنا البطولات النفس عليها ودايما هيبقى فيه بطولات ودايما هيبقى فيه منافسة ودا حاجة مش جديدة عن نادي الزمالك فانا قلوهم دايما بس الحب اللي هما بيدول لنادي الزمالك والنهاردة شوفنا في الملعب وغير مبارات اللي فاتت دايما الدعم بس عايزين ورانا وانهما دايما رقوا معنا ان انا بعتبرهم اللاعب رقم واحد الجمهور نادي الزمالك اللاعب رقم واحد في مكسب الفريق في كل بطولات والحمد لله ان الجمهور الزمالك واعي جدا ودايما ورا الفريق حتى في اصعب مراحل لي كان معاها اصعب من دلوقتي يعني احنا ما عندناش اي حاجة دلوقتي احنا ما فيش مشاكل بطولة الكاس اكيد كنا نطمح ان احنا نفوز بيها قدر الله مشاء فعل مفيش نصيب ان احنا نكمل عندنا بطولة الدورة عندنا بطولة افريق اللي احنا بقى عاشين سنة ما خدميش نتمنى ان احنا بقى نعمل فيها تقول لهم اي على مبارات الاليوم السبت اقول لهم اتطمينوا ان شاء الله يعني اتمنى من الفريقين احنا كمان نعمل مبارات ليه باسم الكورة مصرية عايزين نشوف كورة حلو عايزين استمتع عايزين نشوف كورة بعد كاس العلم الذي شفنا الأخير وشفنا المستوى اللي وصل فيه الناس كلها كانت في كل الدورات العلم ما بتحبش تفرج تاني احنا عايزين عايزين نستمتع الكورة برضو فيها انصر متع شوية وفيها الاصارة والشغف للناس وحب الكورة للناس فعايزين نشوف مبارات جميلة عايزين نشوف نتمنى طبعا التوفيق نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك يطلع فرحم وننسى اللي حصل النهاردة بالمكسب اللي جاي لانه هيفرق معنا مع نوان في حاجات كتير واحنا قادرين على كده النتيجة في علم الغيب هنشتغل ونكتهد للفترة اللي جاية دي ان احنا نقدم احسن نتائج للنادي ان شاء الله بإذن الله انا عايز قول لحظاتكم حاجة كابتر حسين ياسر المحمدي هو عرفين واضفنا من مبارح ماتفين معاه من مبارح وصراحة كنا عاملين معاه حوار طويل النهاردة في حاجات فيها نستالجة وزكريات وحاجات عن طبعا فريق شباب نادي الزمالك وهو داخل علينا كان معاه قرار تعيينه في الجهاز الفني الفريق الاول بنادي الزمالك هو محتاج يمشي عشان عنده اجتماعات مع الادارة ومع الجهاز الفني الشغل من دلوقتي يعني هو لسه بتبلغ وعنده شغل من هذه دي فللأسف مش هنقدر نطول معاه اكتر من كده كان نفسنا يكمل معانا صهرتنا بس اكيد هو عنده مهمة شاكة جدا ومهمة اكيد صعبة ومسؤولية كبيرة جدا نتمناله فيها التوفيق كابتر حسين حقيقي شرفته نوره شكر جدا يا كريم ان شاء الله في حلقات جاية ان شاء الله بكون معاه ده هيكون شرف كبير لنا ده كان ختام لقاءة مع النجم الكبير كابتر حسين ياسر المحمدي عدو بديد في الجهاز الفني لنادي الزمالك بجيادة شوزوالدو في الليلة تسلم مهمته منذ لحظات بعد الفاصل عشراف نورني محمد جمال نتحلل شوية هزي المباراة الكبيرة بين الزمالك وبراميدز خليكم معا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني منورني في هذه الفقرة صديق العزيز محمد جمال محلل رقم عشرة اجيمي مشرف من اول كالعيد اخبرك ايه؟ مصورة ان انا موجود معك كالعيد كله حل الحمد لله نهارده مباراة كبيرة من بيراميدز حقاقا للحق ومباراة كانت غير جيدة من نادي الزمالك تبقى للظروف اللي كانت في المباراة هدف تقدم مبكر وبعد كده عشرة لعبين لبيراميدز ورغم كده الزمالك بعد الطرد وبعد الهدف قدم مستوى غير متوقع تبعا دخول نفسي سيء من بيراميدز في الربع ساعة الاولى دخول فني سيء من الزمالك طول المباراة الزمالك بدأ المباراة بربعة واحد اربعة واحد شكل فني الأدوات اللي عند فريريا مش قادرة تنفزه ومش المباراة الأولى اللي حاول يعمل ده بيرعب 4-3-3 بتفرعتها في الحالة اللي هجومية 4-1-4-1 باشيكو مدرب جيد جدا يا كريم مش على الثلاثة أربعة مباراة اللي أداهم مع بيرامدز لأ باشيكو مدرب تاكتيكين جيد حتى في فتراته مع نادي زمانك يبقى أنه بيرامدز دايما كنا بنقول إيه يا كريم بنقول أنه بيرامدز عنده كواليتي جيدة جداً سكواد جيد جداً الطبيعي أن السكواد اللي موجود في بيرامدز ده يروح أبعد من كده بكتير ينافس بشكل أكثر قربا من البطولات يحقق شيء لبيرامدز تبقى للكواليتي بتاعة اللعابة اللي موجودة إيه دايما اللي بيفتقدوا فرقة بيرامدز كل الناس كانت بتتكلم الإدارة الفنية لما أتكلم على الإدارة الفنية البييرامدز دايما كان فيها مشكلة النهاردة أتكلم على مدير فني بيلعب تقريباً من بداية المباراة مدير 11 يعني تقريباً داخل المباراة متأخر بهدف داخل المباراة وهو ناقص العيد فبيلعب 10 ضد 11 لما تيجي تبص على الشكل وخلينا نجيب بداية الهدف الأول بتاع الزمالك ونتكلم على الهدف بتاع الزمالك هكريم رجع تاني رجع عشان كده أنا بقولك ووقف لي على اللونج بس وقف هنا ماشي كمل كمل وقت العدل بعدين بس وقف هنا وقف هنا وقف هنا بس وقف هنا ده اللي أنا بقولك علي دخول في بداية المباراة نفسياً سيئ جداً من لعب البيراميدز لا إرجع إرجعت اللي فاتت هاتى اللي فاعتية فقط اهاتى اللي فاعته معك على الهداب بتاع الزمالك الاول اى الدخول سيئ جدا دخول لعيب البرامدز في البداية الناس مخذتش بالها عشان المباراة خرجت بالشكل ده لكن الربع الساعه الاولى كانت سيئة جدا 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 ثان ليه برامدز homefam business كانت جايدة دخول لزمالك نفسيا وهنا صديق ليه اقول نفسيا لانو اداء البرامدز المبارات اللي فاتت جيد جدا لكن أداء بيرامدز في مبارياته أمام الزمالك الزمالك كعبه عالي على بيرامدز المعتاد أن حتى لما بيرامدز بيقدي مباراة جيدة الزمالك بيكسر بيبقى صعب جدا على بيرامدز أنه يفوز على الزمالك وده حتى في تصريحات ما بعد المباراة ارجع هنا وقف لي هنا بقى تاني وقف لي هنا تاني بص بقى لما نيجي نتكلم هنا على كام لعب من الزمالك وقف هنا بس 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 بصك المصطرة وده واحدة من مميزات فريرة اللي لسه ما افتقدهاش فريرة افتقد مميزات كتير جدا كانت موجودة الموسم اللي فات هنتكلم عليها تفصيليا لكن واحدة من المميزات اللي لسه افتقدهاش الكرات السابتة تحديدا مع حسام عبد المجيد اللي رغم الرقابة ورغم أنه بيكون معروف دايما أن الكرة هتتلعب من زيزو على حسام عبد المجيد إلى أنه بيقدر ياخدها سواء سجل أو مسجلش بيقدر ياخد المصطرة الخط بص كرة دا يا جونال هتلاقى العب تلزا مالك واقفين على خط واحد بحيس إن الكرة دايما نزيزو بيعملها تلف يا كريم من بره من ناحية المرمى لبره علشان خطر لو بعدت حتى من حسام العب اللي بعادي ياخدها لكن الأغرب بقى والدخول السيء من بيرامدز الوقفة نفسها حسام عبد المجيد طالع من وسط ثلاثة كريم في وسط ثلاثة نجيب بقى الزاوية اللي قبل دي دا بالمناسبة ثلاثة منهم مين؟ علي جبر واحمد سامي اللي هما الاثنين السنتر بكات لكن خليني اقول لك احمد سامي كان مشغول لكن هنا لو بيجي نتكلم حتى التخطيط بتاعت احمد فتحي سيئة جدا مش عارف هو ايه بيعمل ايه مش حاسس بالمكان رغم خبرات احمد فتحي كبيرة اتنين الارتقاء بتاع علي جبر رغم خبرات علي جبر وميزة علي جبر في الكرات الرأسية تحديدا سواء في الحالات الدفاعية او في الحالات الهجومية لكن سيئة جدا جدا الارتقاء سيئ جدا الرقابة منعدمة علي حسامة عبد المجيد وبالتالي تم التسجيل وبصراحة قدرات كبيرة لحسامة عبد المجيد طبعا الانب وتوجيه الكرة بيعملها بامتياز حسامة عبد المجيد كريم واحد من ابرز المدافعين اللي صعدين في الكرة المصرية لكن يمكن عنده محتاج يعمل عملية ضبط وتطوير ويتطور في بعض النقاط الخاصة ببناء الهجمة بالخروج بالكرة من خط الخلفي كرات الارضية معدلات الترنات لما الزمالك بيلعب باربعة بيقى في شوية مشاكل في الاختراكات وشرحناها في اكتر من حلقة سابقة لكن خليني اقولك انه في النهاية الراجل في القرات في الاريالز او في القرات الهوائية ممتاز سواء في الحالات الدفعية او في الحالة الهجومية لانه نمط اتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة الكروس من زيزو والتسجيل من حسامة عبد المجيد نرجع تاني المباراة كريم ونرجع للشكل اللي بدأ به الزمالك وانا عايز الحالتين بتوع عمر السيسي لان دي الخطيئة المستمرة من فريرة والمصمم على تنفذها رغم انه اللعيبة والادوات اللي عنده مش هتقدر تأدي ده بص هناك كريم هنا الزمالك دخل المباراة بالاربعة واحد اربعة واحد في وجود يوسف اوسامة نبيه وقت ما تمشيش دلوقتي الاربعة واحد اربعة واحد يوسف اوسامة نبيه في الجناح الايصر زيزو في الجناح الايمن سيف الجزيري هو راس الحربة والاثنين اللي بيكملوا الرباع اللي تحت الفرود هو امام عشور وعمر السيسي دي الاربعة تلاتة تلاتة بدؤبلا أي فتنين اللعيبة بيلعب ومركز تمالي يبقى السؤال والناس نسأله نفسها قبل ما نشرح دلوقتي أنا بلعب بأربعة 3 3 أو في الحالة دفعية أربعة 1 أربعة 1 عشان أبقى بضغب بأربعة تحت الفرود هل البروفايل بتاع إمام عشور هو هو البروفايل بتاع عامر السيسي الناس نسأله نفسها الأول سؤال قبل ما نشرح أي حاجة هل الكنين اللعيبه دلوقتي مطلوب منهم في الشكل دا مع فريرا يقدوا نفس الأدوار هل البروفايل بتاع عمر السيسي هو هو البروفايل بتاع امام عشور الاجابة قطعا لا الاجابة قطعا لا نادي طلاقة الجيش لما توهج مهند لاشين وعمر السيسي كان بيلعبوا دابل بيفوت اثنين اللعيب امركز ستة تحت مش مطلوب منهم يعملوا كرييشن مش مطلوب منهم انهم يبقى عندهم قدرات ابداعية مش مطلوب منهم انهم يطلبوا الكرة في مناطق الحصول على الكرة بين الخطوط وياخدوها ويبتلوا يعملوا عملية التطوير فانطالب من اللعيب يؤدي دور مش بتاعه وبالمناسبة كان حصلت نقاش حد شوية ما بين دونجا وما بين فريرة من حوالي اسبوعين على نفس النقطة هو كان بيحاول يدور على ضلته في اللعيب اللي هيلعب جنب امام عشور دابل ايت وحاول ده مع دونجا دونجا مش قادر فدونجا قال له انا مش قادر اعمل ده ومش هعرف اعمل ده وحصل وبعدين القصة بقت افضل شوية وتفاهم الراجل فريرة بعد محاولات من اللعب اكتر من مرة انه انا مش هقدر اقدي الدور ده فرجع دونجا وظهر بشكل ممتاز ليه يا كريم؟ دونجا افضل صفقة ابرامها الزمالك حتى الارغب انه بدأ الموسم مصاب لان دونجا بيلعب في مكانه فدايما اللعيب خاصة لوكالتي بتاعته جيدة تلعبه في مكانه ويظهر بالشكل ده لشان كده مفيش صخط من جمهور الزمالك على دونجا رغم ان النهاردة الزمالك اجمالا لقدم مباراة سيئة الان دونجا قد مباراة جيدة كالعادة في المباراة اللي لعبها في المباراة الاخيرة رغم ان الزمالك كل عنده مشكلة كبيرة جدا لما تيجي تبص على سر المباراة كريم وتيجي تبص على النهاردة توديع الكاس وقبلها الزمالك بيفشل في الفوز من وقت مباراة اسوان انتبه عزيزي الزمالكاوي السيارة ترجع الى الخلف منذ فترة مش النهاردة ترجع الى الخلف كان بترجع ببطء من بداية الموسيقى لكن السيارة ترجع للخلف بسرعة عمالة بترجع للخلف بيفقد مكتسبات كتير جدا جدا رغم ان الزمالك نظريا تعقد مع 11 لعد 11 لعد يبدو ان هناك بعض الصفقات غير موفقة الكثير من الصفقات غير موفقة لكن في النهاية انا سدت عدديا ليه كثير من الصفقات مثلا ممكن اقول لك سامسون واضح انها غير موفقة مش ما قداش لحد الوقت زكري الوردي مش موفقة مش الراجل خاص والنهاردة كمان رسميا الرجاء المغربي صحيح بريمان اضاي لسه مش افنوش بسبب الاصابات بس اقفك عند قصة الاصابات بريمان اضاي رغم انه تعافى طبيا لانه بيفشل بدنيا للمرة الرابعة وده على مسؤوليتي خبر خاص انه بيفشل تمرين الرابعة على التوالي من طبيب الزمالك ومخطط الأحمال انه هو يتجاوز الاختبار البدني ويدخل تشكيل الزمالك يدخل القيمة ده ابراهيم اضايب ابراهيم اضايب دونجا دخل عمر السيد دخل مصطفى زناري كان بيلعب المباريات الماضية مين تاني ما هو المعارب مش باللعبة كريم انا ما قلتش 11 رعيب ما شاركوش بقول انه الكثير من الصفقات مش ناجح طيب مش ناجح دي بقى انا هميش معك واحدة واحدة عالفها ده تعليق على صفقات الاهل وصفقات الزمالي وكل شيء الموضوع في ايه انه الزمالك ما ولا فيه لعيبة اصلا موجودين من الموسم الماضي في نادي الزمالك اللي نجح نجح باهر ومش فيه مستويهم فاللعيبة اللي موجودة جديدة مش شارط دون ان هي لا لا ما انا جايلك على الجزء الفان انا جايلك على الجزء الخصو المدرب انا انا اصلا مش شارط دون صفقات غير نجحة ولكن لسه مدخلوش جوه الفرق يعني مثلا سامسون ممكن اه بصراح انه نقدر نقول انه مداش امار احد قول واردي قول واردي طبعا هو خلاص الراجل راحل الامور كانت باينة جدا وواضحة ويمكن شوية الناس لما قلنا الكلام ده بشيء من الحسابات النظرية اول من الراجل جيه قلنا انه فيه بعض لعيبة في الزمالك افضل من زكريا الواردي الناس استقيت شوية لك لسه جاي وازبروا عليه يعني لكن كان واضح تماما ان الكواليتي مش اعلى من اللي موجودة داخل نادي الزمالك في التوقيد ومش اعلى من اللي موجودين صحيح ومش افضل من دونجة حتى بعد عاقب مش افضل من عمر السيسي حتى اللي بتوجهه لقاسهم لانتقاد حتى مش افضل من الرؤى اللي مقتلع بيه تماما انفريرة واكيد مش افضل من امام عشور فعندي رباعي هو افضل منهم فنجاي بلاقيب محترف الطبيعي انه يبقى اعلى منهم او على الاقل هو مساوي علشان يبقى عدديا بعمل عملية الملء للمكان اللي كان فيه مشكلة نرجع تاني للمباراة يلا بنا ادي اول خطيقة تانية ارجع 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 الي شالحناه ابطالت عمر السيسي دلوقتي الشكل التي شاهدوا ده كريمة اربعة واحد اربعة واحد دونجا هو دونجا اللي عايب اللابس الاحزاء الاصفر ده اللي هو راجع دايما بيكفر ورا الاربعة وقدي ونافر فمطالب من عمر السيسي انه يعمل شغل امام عشور ما عملوش كمل ده الوقفة كملي بقى المفروض ان عمر السيسي هتواجد فين؟ كمل المفروض ان هو يطلب الكورة انت بتخيل ان فريرة حطه في مكان عشان عمر السيسي ياخد الكورة ويتصرف فيه يعني ده مش دور عمر السيسي ولا ده اللي بيقدر يقديه عمر السيسي وهنا تكمل مشكلة فريرة فريرة راجل صارم في تنفيذ افكاره لكن مش في كل الاوقات افكاري بيكون صحة ومش في كل الاوقات واذا جربتها مرة وده اول مباراة يلعب عمر السيسي في نفس الوزيشن لا المباراة الرابعة على التوالي بيلعب في نفس الوزيشن وفي كل مرة لا تظلت نجاحها حتى ولو جزئيا الزمالك بيعاني في وسط الملعب لانه اعتماده الكل في بناء الهجمة فقط على امام عشور فانت انت وحالة امام عشور امام عشور متقلق وقادر ومشتغلوا في حالته في البيك الزمالك بيظهر بشكل جيد امام عشور مش في حالته بيظهر الزمالك بالشكل اللي موجود عليه فيبقى الازمة الفنية في الدخول للمباراة بالنسبة لي الاولى في المباراة هي فريرة والشكل اللي بيحاول يلعبه فريرة اللي مصمم انه يلعبه فريرة ده رقم واحد النهاردة بتكلم على مباراة النهاردة فقط لغير لما يكون عندي لعبتي وسط الملعب او انا عندي زيادة عددية من الدقاءة 11 مشي بقى مشي وانا عايز اه بعد ما اتكلم على الزيادة العددية هتكلم بص اه دي لقطة تانية بتاعك عمر سيس ده اللي انا عايز اقوله لك يا كريم بص اللي اتحرك ما بينه الخطوط هو امام عشور وعمر سيسي بص عمر سيسي موجود فين كمل 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 وبعدين لحد نهاية اللعبة كمل لحد نهاية اللعبة بصها كريم يعني هنا بس مش وقفة دفاعية هي كمان في الحالة الجمية وطالب منه يتواجد فين في الزون دي ما بين الخطين دي مش قدرات عمر سيسي ولا عارف يطبقها ولا عارف يطبقها في المباراة اللي فاتت فانت مصمم رغم ان الاداء مش افضل شيء والنتائج مهتزة بشدة في المباراة التلاتة الاخيرة فانت بتيجي في المباراة الرابعة ومصمم على نفس الفكرة ان انت بتحط لعبة مش قادرة تنفذ هذه الافكار النهاردة بيتكلم على انه عمر جابر بيبدأ في الظاهر الايمن حمزة المسلوسي بيبدأ في الظاهر ليه من عندي محمد عبدالشيف هل من الوارد ان محمد عبدالشيف في قدراته البدنية ما تقدرش يتسعفه يبقى بدأ بيه واخد منه القدرات اللي قدر ياخدها لحد ما ينتهي مجهوده البدني لكن ما بدأش بلعبة على عكس الرجل طول الوقت حمزة المسلوسي بيستني بيحط الباص فانا فوقت بلعب مكسور بلعب مكسور الجناح عشان كده عمل ايه بقى الراجل الزاكي جدا باشيكو عمل ايه فيه تغييرة الناس استغربتها جدا جدا يا كريم ما بين شوطاي المباراة الا وهي خروج ابراهيم عادل وانزول كريم حافظ انت بتطلع واحد من اللعبة القليلة اللي تقدر تنقلك للنص الملعب التاني مع رمضان صبحي وبتنزل كريم حافظ اللي هو في الاساس ظهير اوه بيلعب صغير وجناح لكنه في الاساس ظهير طب ليه عمل كده الزاكي في وجود حمزة المسلوسي اللعيب اللي هو ظهير اي من طول الوقت الكرة بتجيله على رجل العكسية فبيعمل السهلة والبسيطة ويحط الباص ما عنديش قدرة على الاختراك من ناحا الشمال عشان كده كمان يوسف قسامة نبيه ظهر بشكل سيء لأنه ما عندوش سابورت من الزاير اللي هو وراه صحيح اذا انا كابشيكو شايف ان الجابهة الشمال بتاعت الزاكي مش شغالة طب ايه الجابهة اللي الزاكي بيعمل منها خطورة الجابهة اليمين اللي فيها عمر جابر ومن قدامه زيز لانه كل العيب يلعب على عدلته ايا كان مستوى عمر جابر لكنه دي الجابهة كل عيب يلعب على عدلته فانا عملت ايه روح تقافل الجابهة اللي كانت عملها دي ازعاج الشوط الاول كله اللي كانت مخترقة على محمد حمدي تحديدا في اول 25 اللي قدم مبارجة ايه ده جدا بعد الدياق 25 قبل الدياق 25 انا عرفت ان هو كان مصاب بيلعب بيلعب على اصابة يعني لكنه في الدياق 25 كان داخل المباراة بشيء من التوتر واخترقت الجابهة دي كتير جدا عن طريق زيز فعمل ايه الراجل رحات الكريم حافز قدام محمد حمدي في الجابهة اليسرى وقفلها تماما على الزمالك الناحية الخطيرة بتاعت الزمالك حيد قدرات الزمالك الهجومية وابترى يشتغل على الكاونترز وهنا يأتي دور العمق لما الزمالك اتقفله الاطراف بقى مصمم يخترق منين يا كريم معنا اتقفل الطرفين طرف مش شغال كده كده ناحية الشمال والطرف الثاني اتقفلي بوجود اتنين اللعيبة قدام بعض وقدراتهم في الاساس هم مظهراء محمد حمدي قدامه كريم حافز فاول حل راح عند الزمالك انه راح سيحب عمر السيسي في الديها سبعين ونزد شكابالا وبيحاول يخترق من العمق يفتح الملعب بعدين يخدش يشتغل انسايد عشان يفتح عمل ايه وهنا يأتي دور اللعيب اللي بالنسبة لي لعيب كبير قوي 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 يا كريم ولعيب نحلة بالنسبة لي لعب قدراته تتجاوز تتجاوز كل من كان في الملعب فيه لعيب اللي خاد رجل المباراة لكن اللعيب ده بلاتي توري بلاتي توري عمل كل حاجة ممكن تتعمل انا خيري اقولك رقم مرعب احنا اللي بنتكلم وكننا بنتكلم على بعض اللاعبين اللي انتقلوا من اندية الى اخرى كنت بقولك الأفرد جيبتاعه في المباراة 13 استخلاص للكورة بص يا كريم بص على الرقم قبل اخير يا كريم استخلاص للكورة 27 مرة 27 استخلاص للكورة 90 دقيقة ده في المتوصل بتاع اللاعب في 120 دقيقة مش ممكن مش لعيب بيستخلاص ده مش بس كده انت لما تيجي بص على الرقم ده الواحده لما تيجي بص على الرقم السبعة وعشرين ده الواحده تقول ده رقم عظيم جدا لكن اللاعب دستروير بكفاءة طب يلا بقى تعالى نفرج على الفيديو نفرج على الحالات ونشوف الراجل ده اللي استخلاص الكورة 27 مرة كان بيعمل ايه كمال ادوار تانية في الملعب الراجل ده واحد كان دايما متواجد تحت الكورة في اتجاه الكورة اتنين وورك ريت غير طبيعي من اللاعب بيلعب لوحده وسط الملعب بعد طرد سحبنا عبدالله السعيد ونزل قسامة جلال مكانوف ونفضت وسط الملعب من اللاعب والدي الكارت ما عندوش القدرات البدنية ولا وورك ريت اللي قدر يعمله علشان يساند ابراهيم بلاتي توريه فالرجل ده كان بيقطع عرض الملعب لوحده فورك ريت غير طبيعي طيب قبل ما نروح للحالات يلا بي عايز اقول لك خبر وعايز اقول لك حاجة في الكواليس قل بلاتي توريه أبن وبرط اليوم هو عقده ينتهي بنهاية الموسم مع نادي بيرامدز وحاجة كتير الناس ما يعرفهاش انه النادي الاهلي كان بيفكر في بلاتي توريه صحيح وبيفكر في بلاتي توريه انه يتعاقد معه بعد نهاية الموسم لعله عسي يبقى مع ديانج او حتى ديانج لو خرج بره بلاتي تعويض لقاليو ديانج بعد نهاية الموسم صحيح منذ اللحظات قليلة بيرامدز قرر تمديد عقد بلاتي توريه موسم اضافي مقابل ستمائة وخمسين الف دولار متفهم معك جدا جدا هحط بس تفصيلة صغيرة يلا انه التمديد هو كان موجود كخيار داخل العقد بالزبط بشرط انه يكون التمديد قبل نهاية الموسم يعني يبلغ اللعيب وخلي بالك التمديد ده التمديد ده كان بموافقة بيرامدز بس مش بموافقة اللاعب وبرامدز يعني البرامدز كان حطه انه انا اقدر امددلك option to extend the contract او ان انا عندي خيار مد العقد لمدة موسم اضافي اذا ما رغبت فطبعا بعد هذه المباراة تحديدا طبعا الرجل بيقدم اداءات عظيمة جدا في كل المباراة لكن النهاردة تحديدا اتمدلوا العقد اوتوماتيكلي في مدت موسم بعد نهاية السنة وانا بفرج على المباراة النهاردة وبسرش اكتشفت انه هو فعلا نهاية الموسم معاوده ينتهي فانا متجنن ازاي بيرامدز لحال الوقتي ممدش عقد بلا توريه حتى لو ما عندوش عرض في مصر فاكيد هيبقى عنده عروض خارجية كثيرة جدا وعرفت كمان من زمائلنا في الاعداد انه النادي الاهلي كان مهتم ببلا توريه وانه يتعاقد معاه يا اما بديل لديانجي لو ديانجي خرج للاحتراف او يبقى معادي ديانجي كمان في وسط المباراة واكد لك كمان يا كريم انه الاداء النهاردة خل ادار بيرامدز تعجب بالامر لكن كان فيه قرار داخلي داخل بيرامدز انه كده كده العيب مكمل يعني كده كده العيب مكمل لكن معانا لسه لحد شهر سبعة براحتنا العقد برغبتنا نقدر نجددله مقابل احنا هنتفعله الرقم 650 الف دولار كراتب سنوي لبلاتي توريه طبعا ابقاؤه داخل بيرامدز المدة موسم اضافي بعد الست شهور المتبقين مكسب كبير جدا جدا لنادي بيرامدز لان بلاتي توريه مؤكد كان هيبقى صراع مش بس داخل مصر لتفهم معاك وخلينا اقول لك يا كريم انه من عشر تيام تلقى عرض كبير جدا ضبل الرقم ده كراتب سنوي من احد الاندهي السعودية بلاتي توريه اه يعني عنده عرض ضبل الرقم ده من احد الاندهي السعودية وزيدك من الشعر بيت كان في بعض الكلام من بعض الاندهي الفرنسية لكن المواصلوش عرض مواصلوش عرض الرسمي الاندهي فرنسية اه يلو نعبد طبعا توريه كريم لو اجي اتكلم زي ما قلنا الوضع اللي بتفرجش على المباراة النهاردة واحدة واحدة من كلام اعبة توريه هنتكلم واحدة واحدة لانه يستحق ان احنا نتكلم عليه تفصيليا بلاتي تورين نهار ده يا كريم كان زي ما قلنا فرقة بتلعب قصة فرقة عشر قصة حداشر والرجل المدرب لما جيه قرر عشان يضبط خد اتفاعه ده الطبيعي سحب العيد من وسط الملعب بقى الراجل ده بيشتغل في عرض الملعب لأحده هجيب لك لقطات للعب من كل حتة في الملعب بيدافع بيعمل بروجريشن باس يعني كرات طولية وبيكمل حد الثمانتاشر بتاعة المنافس طول المية وعشرين ده يلا بص هنا الراجل رايح مع مين نازل سائط على زيزو علشان يقفل عليه الكرة دي من اولها اهتلم علش من اولها تاني الكرة دي ليها اول اه بص مين اللي سائطة كريم هنا مع زيزو وزيزو عارف صعب يعدي صعب يعدي من بلاتي توريه ففضل واقف هنا مرحش مع الكور وفضل قافل زاوية التمرير وعمل حاجة كريم اللي ساميها يعني عارف انا واقف فين من الخط واللعيب زميلي واقف فين فانا عارف اقفل الخط واقفل جوه الملعب فضل قافل الخط بالوقفة دي بالزبط على احمد زيزو وراح كمل كمل وراح واخد الكرة تحت الضغط سلم وركز تحت كلمة تحت الضغط يا كريم مش اندي بتميز اللعيب عن اللعيب انا ازاي طول الوقت وانا لعيب مركز ستة اتضغط عليها بواحد يتقفل لي زاوية تمرير اتضغط عليها باثنين الراجل ده فقط القرى النهارده مرتين بس يا كريم في المباركة مرتين فقط في مئة وعشرين ده كمل في نقص عددي طبعا وبلعب لوحدي في وسط الملعب بعرض الملعب يعني اجيل حلولي قلت طبعا ادي بص هنا كريم بص هنا كريم هنا في الزوية تمرير خمسة في وسط خمسة في وسط خمسة ما دوش مشكلة حطه قرية تحت رجلي ما بيخافش ما بيخافش هنا حجز على كورته يتزق ما عندوش قزمة ما عندوش اربعة ما عندوش وسط خمسة في وسط اربعة في وسط اي حد ما عندوش مشكلة بص سكن بول سكن بول ادي دور تاني واقف دايما مستني سكن بول بص بقى بعد السكن بول ايه يعمل ايه بص تمرير اطولية نكحة لانها وصلت للجناح نكحة تمرير اطولية نكحة بص اللي بعدين كمل كمل بص عكس استلم ما عندوش مشكلة ما عندوش قد ما عندوش قد نازمة لعيب مركز ستة. معدوش مشكلة. كمل. 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 الراجل داخل عمل قطع ثلاث خطوط مجرد تحرك بدون كورة. كمل. 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 بص الراجل هنا قطع فين؟ بياخد الساكن. معلش رجع للكورة لفتت. رجع للكورة لفتت هنا. بص اكري بياخد ساكن بول من اين? ساكن بول من التلت الاول لما لحب الزمالك. ده لعيب مركز ستة وفرقته نقصة واحد وهو اللي شال الجزء الدفاعي كله. كمل. كمل كمان. يلا الحل اللي بعدين. اللي بعد. بص ما عنديش مشكلة. بص. بص طولي سليم. ما عندوش ادنى مشكلة. يعملوا دياجون القطري. او طولي. ما عندوش ادنى مشكلة الرؤية يا كريم. الرؤية. لعيب مركز ستة وعندو الرؤية دي. بص تاني. ما عندوش ادنى مشكلة. هتروح. اهي دخل معنا. دكت الكورة الطولية كمان هعندنا مشكلة فيها كبيرة. انت ممكن تاخد القرار بس ما عندوش تعملها بالدقة دي. لا انت بتاخد القرار. وعندك الرؤية وبتعملها بالدقة وبتروح للعيد بتاعك. صح? يعني. وعملها على اليمين. على الشمال. طولية مستقيمة لفخر اللقاي. ما عندوش ادنى مشكلة. حالة اللي بعدين. حالة اللي بعدين يا فخر اللقاي. بص آخر واحد. بص اي. ما هي دي دي اللي اتحطت. اه وشالها وشالها. نرجع. نرجع تاني بقى. نتكلم على فخر اللقاي قبل ما ننقل على الحاجة اللي بعدها. آآ نتكلم عفوا على بلاتي توريه. بلاتي توريه الكريم النهاردة. السبعة وعشرين استخلاص. السبعة وعشرين استخلاص. اتعاملوا. لو لو موجودة الهيت ماب تعرض للهيت ماب. اتعامل منهم اربعتاشر استخلاص نص ملعب الزمارك. كمان. ده بيسمولي استخلاص الاستباقي. انا بقطع الكرة من نص ملعب وانا ناقص. هتقولنا جمال خريطة الحرارية. هتلاقي اتجاه الخريطة الحرارية. السهم فوق ده اتجاه اللعب. يعني ده وهتلاقي الزونز. الاغمأ. دي فين? اهي. بص يا كريم. في نص ملعب المنافس. اه. في نص ملعب مش طبيعي. في نص انا بعمل اربعتاشر استخلاص من سبعة وعشرين في نص ملعب المنافس ليه? عشان اخفف كمان الضغط على. انا بطل عدد فوق. اه. وبنزل اشيل من تحت. الراجل النهاردة عمل كل حاجة ممكن تتعامل. وبص بقى على تكتيكلي. لما تيجي ببص تحت كان بيدغط فينا كريم. بص اخر حاجة عند السهم اللي موجود فوق. فيه اعلى الصورة. على اليسار. بص فوق الزون الغمأة دي. ده. الناحية الشمال بتاعة بيراميدز اللي كان بيدغط عليها بزيزو وعمر جابر في الشوت الاول. كان بينزل يعمل السبورت لمحمد حمدي. وده اللي ضبط الاقاع بعد حالة الطارد. ان الزاوية اللي اخترخك كتير جدا في اول ربع ساعة او في اول العشرين دقيقة. اتقفلت تماما لانه كان بينزل زي ما نورتك انه بينزل اقفل على زيزو من بدري. الراجل كمان بيطلع يقطع الكرة وبيطلع يشتغل من نص ملعب المنافس. هاي. بلاتي توري كنز لبيراميدز. بسلام. كنز لبيراميدز. وجاء له مدرب يعرف يستفيد من الكنز ده. لان عنده لعيبة. وخلينا اقولك من ضمن الكنز. دونج العيب كبير. دونج العيب كبير. لكن مع تعاقب المدربين على بيراميدز. ونوقت تواجه بلاتي توريه. رغم ان دونج العيب كبير. بلاتي توريه هو اللي خد البوزيشن الاساسي. لانه عنده القدرة مش انه بس ديستروي. هو عنده القدرة يعمل كل الشغل اللي شرحنا ده. بلاتي توريه طبعا نجم المباراة فنيا في وجهة نظري. لكن في حد تاني نتكلم عليه برضو بلقطاته بحالاته. ليه خد نجم المباراة. مين بقى? احمد الشناوي. احمد اللي احنا شرحنا ده. اي حد بيتفرج علينا. طبعا ده نجم المباراة. مفيش شك. ده نجم الموسم. اه مفيش شك. اه 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 اه. مفيش شك. ان بلاتي توريه. هو بصراحة اقولك حاجة في بلاتي توريه قبل من نروح لحمد الشناوي. من السنة اللي فات نتحدث عنه. طبعا. تحدثنا انه عنه كثيرا. طبعا. وكان ملفت للنظر. صح. ورغم انه هو بيلعب في نادي مش جماهيل اللي هو بيرامدز. طبعا. بس هتلاقي جميع النادي اللي اتحدث عنه بشكل رائع. جميع النادي الزمالي. طبعا. كل اللي متابعين كرة القدم محللين واعلميين. انه هو فعلا في لعيبة كده مش هيختلف عليها اتنين. هو ملفت للنظر. ملفت للنظر. هو هو النسخة الاوروبية. النسخة الاوروبية. طبعا. في الدول المصري. طبعا. اللي بتشوفه في اوروبا. هو بيعمل نفس الادوار وبنفس الامكانيات. انا لحد هذه اللحظة. انا مستغرب ان بلاد توري مش في اوروبا. مستغرب ان بيرامدز قدر يفوز بهذه الصفقة مجانية. هذا اللاعب. صحيح. حتى هذه اللحظة انا مستغرب. بس تحية كبيرة وتسقيفة كبيرة. لقى اي حد بيرامدز بص على بلاد توري وجابه ليه نادي بيرامدز. ده انجاز كبير جدا. هما جابوا البرامدز كنز بصراحة. تفهم عكما اليوم في المية. اه. في كل نادي. بتلاقي ان فيه اه. ليه العيب ده موجود مش 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 افضل شيء. بيرامدز عنده نفس الامر. طبعا. بيرامدز عنده عنده بلاتي توري عنده وليدي الكارتي عنده الشيبي لعبها كويسة. فخر لعب كويس. اه. فخر لعب كويس. لكن لما اجي اتكلم على بلاتي توري في وجهة نظري. هو افضل المحترفين. اللي موجودين. رغم. عشان اقول برضه. هذه المباراة قدم مردود خرافي. لكن مباراة تانية قدم مباراة جيدة. لكن مش بنفس المردود. عشان يكون متصقين معنا مع نفسنا يعني. مية في المية. لكنه. بس الحد اللي انا بتاعه سبعة من عشر. يعني ما ينزلش عن كده. انتفق معك. اه. وفي حاجة هنشرح يا رب نلحقها عن الاندكس او ترتيب المحترفين تبقا للمعدلات او الوظائف بتاع كل مركز. هنشرح. ترتيبه مش قدام قوي. لان بدايته في الموسم مع تكيس ما كانش بيعتمد عليه في البلد بشكل كبير. وكان بيعتمد اكتر على الكارتي وعلى عبدالله. فده كان مقل شوية من ارقامه. هتاخد الارقام دي في وجود. في وجود جامي باشيكو. لأ. هتطلع كتير جدا جدا. هنشرحها. ده اللعبة يا كريم بتاعة المعدلات. يمكن الرقم بس بتاع بريماتوري. ده كان قبل المباراة. بعد المباراة. هو بقى ميتين واربعتاشر بالتساوي مع احمد بالحاج لعب اسوال في المركز التامي. يمكن الرقم بس بتاع بريماتوري بعد المباراة اتعدل. لكن هو بس ترتيبه كان بعيد. ترتيبه كان بعيد. تبقى للانستات اندكس للعيبة. اللعيبة الاولاني هو علي معلول. اتنين اليو ديانج. التالت جوزيف نجويم. الرابع الوحيد من الزمالك هو حمزة المسلوسي. الخامس وليد الكارتي. ونكمل عشان يعني ما ناخدش وقت طويل فيه. الاسماء عبدالرحيند اغموم. الياس جلاصي. عبدالكبير الوادي. احمد بالحاج. وتبقى بعد طبعا الارغانديوش نازل فيها المباراة. مباراة الزمالك. يطلع ورا احمد بالحاج او بالتساوي مع احمد بالحاج. هو اللعيب. المهم جدا. بريماتوري. فتيجي تبص على الترتيب. هتلاقي انه في القائمة الاولانية. في العشرة الاوائل. فيه اتنين لعيبة من نادي الاهلي. اليو ديانج. وعلي معلول. وفيه اتنين لعيبة من بريماتوري. هو ليدي الكارتي. برونوسافيو كمان. برونوسافيو موجود. لكنه هيتراجع مركز بعد دخول برايما بلاتي توري. هيل. هنتكلم بقى كتير على احمد الشناوي. اه. بس هنروح لفاصل. يلا بي. نروح لفاصل وبعد الفاصل نتحدث عن افضل لعب في هزي الموجة احمد الشناوي حارس مرمى برامتز مع محمد جمال. خليكم نحن. يعلن بحضراتكم مرة اخرى. جيمي احمد الشناوي النهاردة افضل لعب في الموجة احمد الشناوي. من اللعيبة لدايما دايما دايما نحملهم مسئولية تأخرهم كثيرا كثيرا. واحد من اهم المواهب اللي في الكرة المصرية في حراس المرمى. بل ازيدك من الشعر بيت انه كثير من المدربين حراس المرمى اللي جم ديوف معي هنا. قالوا لي افضل موهبة في حراس المرمى في الكرة المصرية هو احمد الشناوي. افضل موهبة بيور يعني موهبة طبيعية. بس هو ما اشتغلش عليها وهو ما كملش المشوار بالشكل السلام. الموهبة وحدها لا تكفي. طبعا. احمد شنا في وقت من الاوقات كان ماشي بشكل جيد. كان وصل انه بقى احد الحراس الاساسيين لمنتخب مصر. بل احيانا كان بيصنع في ان هو الحارس رقم واحد في منتخب مصر. لكن تراجع المستوى والثبات. ده اللي بيحول اللاعب. الموهبة الكبيرة للاعب كبير. الفرق من اللاعب الكبير هو الثبات في المستوى. انا ازاي بقدر احافظ على الافرج او مستوى ما قلش عنه. الا فيما نظر. واحيانا بقى في اوف داي مباراة او اتنين بيحصل. لكن ان انا كل شوية ابقى في البيك. وايلا ابقى في البيك. وايلا هو ده اللي حارم احمد الشناوي. ان هو يكون في المكان الطبيعي اللي يوجد فيه. على الاقل يكون من الحارسين او التلاتة اللي بيروحوا دايما منتخب مصر. لكن فترات كتير جدا عدت على احمد الشناوي. هو من الاساس خارج حسابات المنتخب الوطني. ليه النهاردة بقى يا كريم احمد الشناوي. لانه بالنسبالي هو عمل تلات حاجات. او تلات لقطات مهمة. بالنسبالي لقطة اليوم. بس. ودي مش هالي بالراحة جدا من بعد ما تتلعب الرأسية. بس. بس. هنا. يعني هارى بيا دور اصد دي. وهنا. قريبة جدا 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 جدا. الراجل طالع. كان وارد. كان وارد. قبل بس ما تكمل. لانه في ناس كتير الكلام. كان وارد لو تسجلت. الحكم يحسبها ارتقاء وست Shield من حسام لكن مش دي قضيتنا دلوقتي ارجع حط الكورة بس ماشي 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 بقى ماشي ماشي القدام ماشي القدام بس بس وقفل وقفل ارجعتين 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 بصا كريم صعوبة الكورة ان الكورة اولا العكس تجاه اتنين لانها عكس تجاه وما كانش يقدر يتحرك برجليه لانه الرجلي الشمال سبتت صح فكان لازم ينزل له ويعمل الدايف والستريتشنج هنا هو تسعين في المية وهقولك الستريتشنج والريفليكس ليه بتاع احمد الشناوي النهاردة هو لقطة المباراة لانه هتكرر تاني بعد شوية فاللقطة ليه بالنسبة لي هي لقطة صعود بيرامدز لدور النهائي لقطة حفاظ بيرامدز حفاظ احمد الشناوي على مجهود زميله طول المية وعشرين دي يوم بالعب عشر نقصين فدي كانت اللقطة الاولى اللقطة ليه كانت في الدكة ما كريم مية واحد وعشرين لقطة قاتلة تصدي خرافي بصراحة الشناوي حرم الزمالك من ضربة قضية كان يخلص المباراة انت شرحتها بتفصيلا هي فعلا في منتهى الصعوبة الناس ما كنت تفتكي انها سهلة جاء على السابتة ولو دخلت فيه ما كانش حد هيلومه طبعا يقولك صعبة جدا والكرة رائبة جدا وفي الستة يرضى كان بيكتير او كان يقولك تب كنت اخرجت يعني ده كان اقصى حاجة لكنه مستحيل انا اخرج مع العيب طالع ومعاتنا المدافعين ليه مستحيل صحيح طبعا والكرة كمان والكرة كمان بتلف بعيد عنه الكرة الكراس معمول بعيد عنه هنا الاستريتش مستحيل يا كريم طبعا ممكن ازود باحتك ان يمضارب حراس مار ما كمل معاك يعني يلا خلينا نجود النهار حتى تطليعة الكرة صعبة يعني هو كممكن يادوبك يلمسها وينزلها قدام سامسونج مليون في المئة لكن ده هو كمان يعني يوجيهها البره طبعا هو هي زقها وزقها يا دوبك الحقيقة باطراف صابعه وزقها البره اي تصرف تاني كان يجوه جول ولو جول كانت قضية المبارة انتهت احنا داخلين في الديام الى 22 والحكم كان بعدها بنص الايها تلعب الكرة واحدة وصفر فكانت الكرة الاخيرة كارتة حمود البنة كان اكيد هيطلق صفراته يعني معلنا لنهاية المباراة فلما نجي نتكلم على التصدي ده بالنسبالي تصدي اليوم تصدي السعود للنهائي تصدي تتويج مجهود لعيبة بيرامدز فدي اللقطة الاولى اللي استحق بسببها احمد الشنوي لقطة رجل مباراة نروح لركلتين الجزائي نروح بقى ركلتين الجزائي بعد الكرة العظيم نروح الاول لكرة احمد زيزو بص نروح الاول ما تجهز معنا اللقطة ركلة الجزائي بتاعت احمد مصطفى زيزو اللي قبل ما تروح بس وقف سويني اه قبل ما تروح وقف كنت سعيد جدا يا كريم لما انت قلت في البداية ما في الشك انه ان لم يكن الافضل فهو واحد من افضل هو الافضل بالطبع في مركزه في مصر لا خلاف على ده ان احمد صفى زيز هو الافضل لكن ثقة زيدة جدا مش بس ان انا بعملها ولو داخلت هنقول حلوة لا هي الكرة رغم التصدي الصعب جدا 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 من احمد الشيناوي ورغم انه لا تستحق عليها الثناء لكن الكرة ضعيفة صح الكرة لو معمولة حتى بانينكا بالشكل ده ومعمولة بشكل جيد بتبقى صعبة جدا لانه بتتحطى على السابتة بتاعت الحارس فبقى صعب جدا ليه البانينكا رغم انها بتوقعش ضربة قوية بتتسجل لانه بيفضل حد اخر وقت الوقت ما يلمس الكرة هو عنيه على الحارس مشوف فينه وحطها عكس رجله فديت عملت ببطء فيها ثقة زيدة وهنا تاني ده لا يقلل من احمد زيزو ابدا لكن بص انا كريم رجعها على قبل تصدي الشيناوي قبل تصدي احمد الشيناوي انا حسيت ان زيزو كسر هو فجأة جمهور روية Erfahrung انا يعلم ان هو ابلاعيني لا اوي يا ايوا ايوا ايفا فريم فريم كده فريم فريم بص اولا خلاص راجل режل جوا كمل كمل وحدة واحدة للفريم وحضة كمل يا ايضا ضعيفة قوي ضعيفة اوي اوي لدرجة ان الراجل كان نزل اه كريم موفي بص نزل ماشي واحدة واحدة اللي قد ارجع واحدة يعني وحدة واحدة والاخبة امشي فريم تاني ده رجع ووقف وفكر ورحمدد رجله ورفع رجله من على الأرض ورح عمل الرياكشن الريفليكس والرياكشن يتحسبه طبعا لحمد شنوه عشان كلا برضه تاني لقطة تتسبب في انه يبقى رجل للمباراة والأكبر من كده انه لكن ده طبعا ما يقودش انها تلعبك كويس معوبة فيها ثقة زايدة جدا جدا من لحمد كمعين كامتر حسين ياسم محمد يقولك انه ممكن نقول انه مش الوقت المناسب طبعا لقطة واجيلك حاجة تانية مش في الوقت المناسب وغريبة جدا لما اروح للركل اللي بعديها طب يلا اللقطة اللي بعديها يلا بس وقف هنا وقف قبل ما نشوت الشكبالة الكريم سدت خمس ركلات جزاء في مسيرته منهم اتنين اقصائيتي واحدة امام سنبا في 2003 ضيعها وخرج ازا مالك ووضع دوري ابتال افريقيا والنهاردة وده واحدة امام الانتاج الحربي فلعيب ليس معتد رغم مهارات شيكبالة وكل الحاجات الحلوة اللي بنقولها على شيكبالة انه اللعيب ليس معتد على تسجيل ضربات الجزاء نسبته فيها مش جيدة نسبة شيكبالة في ركلات الجزاء مش جيدة شاط 4 جاب 2 50% نسبة ضعيفة جدا في ركلات الجزاء فالنهاردة احط شيكبالة يشوت الركلة الخامسة يشوت الركلة الخامسة فروقة وأحمد زيزو. فاحنا معتدين ان العيب رقم واحد والعيب رقم ثلاثة والعيب رقم خمسة بيكونوا افضل المسددين. طب ليه ما حطتش واحد من الاثنين في الراكلة الحاسمة. طب انا بابدأ بزيزو ومعروف ليه. بابدأ بزيزو ومعروف ليه. لكن ليه شيكابالا. ليه شيكابالا هو اللي يشوت الراكلة الخمسة. اللي مؤكد تاني. ما حد يكون يقول لي. هو انت كنت عارف ان الزمالك هيضيع. هو انت كنت. هي مؤكد ان الخمسة بتكون حاسمة. وليه بحط رقم واحد وثلاثة وخمسة في الافضل. لانها ركلات بتحدد مصار ركلات الجزاء. دي كانت اللقطة الثالثة يا كريم. بالنسبة بعيد بقى عن قصة شيكابالا. دي كانت اللقطة الثالثة يا احمد الشناوي. فطبيعي لما صد رقلتين جزاء. واحس متأهل في رقتي. وقبلها بصد صد صعبة جدا في الديئة مئة واحد وعشرين. لازم من اتكلم على الافيشنسي. لازم طبعا اخد رجل للمباراة. فانا لما تم اختيار الشنوف. للوهلة الاولى قلت ازاي بوش بلاتي توري. لكن اللي قدمه احمد شناوي كان يستحق عليه. عايز ان اشك في حاجة. عندنا شوية كواليس في ما يخص كهرباء. وانا عارف انك شاطر ايه في موضوع الكواليس ده. هنعرض الاول كواليسنا. وبعد كده اقول لي كواليس. نحط كواليسي على كواليسك ونشوف عندنا اين. ان شاء الله. يلا. النهاردة الاهل استقبل كيف استقبل الاهلي خطاب اتحاد الكرة بالسباح بمشاركة كهرباء. سواح اليوم ارسل اتحاد الكرة خطابا الى النادي الاهلي يختره فيه بامكانية مشاركة محمود كهرباء في المباريات بعد انتهاء اقافه يوم 12 يناير الجاري. وبالتالي يمكن الاهلي اتدفع به في المواجهات المقبلة بداية من اللقاء السموحة في كأس مصر غدا ان شاء الله. ثانيا. بعد تلقي الاهلي للقطاب الرسمي من اتحاد الكرة حدث مكالمة سلسية بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة والسويسري مارس الكورر المدير الفني الحديث حول موقف اللاعب بعد هذا القرار. ثلاثة. مارس الكورر خلال المكالمة السلسية اكد انه يضع كهرباء في حساباته الفنية وقد يدفع به امام سموحة في كأس مصر. وان لم يتمكن من ذلك سيكون هناك دورا اللاعب في مباراة الزمالك المقبلة بالجولة الاربعتاشر من الدوري يوم السبت الجاي. يعني لو ملعبش ماتش اسموحة هيبقى ليه دور في مباراة الزمالك. احنا منتكلم على كهرباء. خصوصا وانه في مركز الجناح لم يقتنع باي لعب سوى طاهر محمد طاهر الذي يغيب حلام بسبب الاصابة. ويرا كولر ان كهرباء يمكنه ضعويد غياب طاهر حالية. رابعا. سيد عبدالحفيز بعد صدور القرار تحدث مع كهرباء وطلب منه عدم التطرق للازمة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في الوقت الحالي مع الفريق حتى يظهر بصورة جيدة حال مشاركته. كيف سيد عبدالحفيز بيخاف من الحاجات اللي بيعملها كهرباء على السوشال مادية. يعني يخش يقول لي يا حقي وانا رجع لي. كلام اللي انتعارفين بيعملوا كهرباء ساعات. فقال له متفتحش بوقت خالص متتكلمش خالص ركز في الملعب وبس. تحديدا مع السوشال مادية. ودي نصيحة جيدة لكهرباء جدا يعني. ده الخطاب اللي ارسلوا للاتحاد المصري لكرة القدم الى النادي الاهلي. قال فيه يساعدني آآ 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 كلام للحاجات اللي في آآ التقديمات. قال نود ان نحيط سياداتكم علما ان الاقاف في المواقع اللاعب بدءا من 11-7-2022 لمدة 6 أشهر كحد أكثر بناء على الخطاب الوالد عليكم واخترنا به وكذلك الخطاب الوالد من الفيفا في 26-12-2022 بشأن هذا الموضوع بانتهاء مدة الإقاف وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الملف إلى لجنة الانتباط بناء على طلب المدعي في المواعيد المحددة وبناء على ما وصلنا من الفيفا وبعد تقديم المدعي طلبا للجنة الانتباط بالفيفا في 13-1-2023 فإن اللاعب اللي هو كهرباء من حقه المشاركة في المباريات لحين صدور قرار آخر من لجنة للنباط والمحدد لها جلسة 2-2-2023 للنظر فيه ده الخطاب اللي جاء من اتحاد الكورة ده الكواليس اللي تخص كهرباء بعد ما النادي الأهلي وصلوا خطاب اتحاد الكورة أبرز ما فيه أن مرسل كورر ممكن يلاعب كهرباء في مباراة سموحة ودي نسبة قليلة بس النسبة الأكبر أنه ممكن كهرباء يبقى ليه دور في مباراة الزمالك يوم السبت القادم الحاجة المهمة كمان نصيحة الكابة سعب وحفيز أو الزام الكابة سعب وحفيز ليه كهرباء بعدم التطارك لهذا الموضوع على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي جديدك في هذا الأمر يا أستاذ جميل طيب بس طبعا متفق مع كل اللي تقال كل الكواليس اللي ضارت تعقيبا بس على جملة واحدة أنه واحد هي قناعة كولر الكبيرة جدا جدا طهر محمد طهر جناح أيما مش أيصر قناعته بيه في الجناح الأيما مش أيصر وده المكان اللي لعب فيه طول الوقت مش جناح أيصر اتنين هو مقتنع جدا بحمل عبدالقيدر يعني دول بس نقطتين يسبتوا مقتنع جدا بحمل ممكن أوضح لك الكنام اللي احنا يقولنا طيب قولي أنه طاهر محمد طهر هو الجناح المجبع لكولر يعني اللي هو اللي بالنسبة لي ده خلاص هحطه وانا مغمض عبدالقيدر يجي ممكن بعديه بس عبدالقيدر حتى وهو موجود عبدالقيدر ممكن يلعب عليه برونوسافي وعادي هو مقتنع بأحمد عبدالقيدر بس طاهر هو يعني لما تيجي تقول له حط تشكيل النادي الأقل أقول جناح يحطه طهر محمد طهر ويفكر في الباقي فده توضيح بس لكن بيحطه في الجناح اليمين هو كل المباراة طاهر ملعبش غير مبارا واحدة في الجناح الأيسر لكن في كل المباراة واعتمد على طالب في الجناح الأيسر فده نقطة توضيحية فيما يخص طاهر فيما يخص أحمد عبدالقيدر أيضا ما يعتمد عليه النقطة الإضافية بالنسبة لي كهرباء أن جلسة 2-2 فيما يخص لجنة الانضباط هي ليست جلسة نهائية يعني يمكن إصدار قرار ويمكن تأجله عادي جدا يعني في بعض الناس تقول لك طب ما احنا النهار ده بنتكلم في أنه مباراة الزمالك 21 طب ما تستنى الـ 2-2 وهتلعب دلوقتي إيه وتستفيد ما هتلعب ماتش واحد لا نفسيا ومعنويا مهم جدا لكهرباء خاصة أن أنا أقول لك من التمرين كهرباء فت تماما من الناحة البدنية والطبية الفني يظهر لك جزء منه في التمرين لكن ما يظهرش كامل إلا في المباريات صح فمهم جدا 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 لكهرباء لأنه لعيب يتأثر جدا في لعيبة بتتأثر وفي لعيبة هادية جدا كهرباء من اللعبة اللي بتتأثر نفسيا فمهم جدا لكهرباء أنه يشارك حتى للمباراة واحد عظيم ده رقم واحد رقم اتنين وارد إن كولر يشركه كفنيا بقى إنسى مع العقوبة فنيا وارد إن يشركه بكرة وارد وارد إن يشركه في زمالك وارد وارد ما يشركوش خالص لا سموحة ولا زمالك تاني ما بين قصين عشان الكلام يتخذ كما هو فنيا إنسى العقوبة خالص دلقتي ليه؟ النادي الأهلي النهاردة ما استقر إليه النادي الأهلي وده إحنا كنا هنا يا كريم وقلت لك الكلام ده نصا النادي الأهلي لن يتطرك لإشرك كهرباء ولا دخوله أي قائمة مباراة من ثلاث أسابيع ومن ثلاث حلقات قلت لك إلا بعد إرسال اتحاد الكرة خطاب رسمي ليه؟ فرضا النادي الأهلي خد بطولة الكاس جاء أحد الأندية طعنت على مشاركة لعب مش عنا دايب نادي زمالك ما هو النادي هو اللي في المقابل أو نادي تاني تضرر من مشاركة كهرباء أه دوسل سموحة مثلا سموحة أو جاء بعد كده الأهلي اللعب برامتزو وكهرباء سجل مثلا أو شارك فأي نادي تضرر ويرفع النادي الأهلي مش طرف صح بعد قطاب اتحاد الكرة النادي الأهلي يا جماعة لأنه قبل ما ندخل على الهواء في بعض الآراء طلعت إنه لو كهرباء لعب وشارك وطلع قرار تاني بعد كده أو إن الكلام ده كان غلط يتم إصدار عقوبة على النادي الأهلي غير صحيح جملة وتفصيلة ليه؟ المسألة دايما بتيجي للتحاد الأهلي المنظم للمسابق إحنا إلا بنتكلم على مشاركة خارجية للنادي الأهلي ولا مشاركة محلية كاس ودوري محلية لما بتروح للفيفا في أي قضية بيقولك رجع لتحادك الأهلي طب إذا كان للتحاد الأهلي نفسه هو اللي بعت الخطاب قصة وانتهية فيما يخص النادي الأهلي يعني إشراك الأهلي لللاعب الأهلي لن يدور لقابله ولا بعد عظيم كهرباء مهم ليه بالنسباله يشارك ولو مباراة يحصل اللي يحصل اليوم اتنين اتنين لكن مهم بالنسباله إنه هو يشارك حتى ولو لدقائق يحس إنه هو ما بين قصين استعاد حرية وتن جيمي شرفت النهار تكريات أنا بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على البخير اشتركوا في القناة